عشرية التمييز وإن شاء الله يكون أفضل وأحسن حتى من اللقاءات السابقة وأتمنى كالعادة أن يستفيد الجميع نحن الآن هذا اللقاء الرابع واليوم حقيقة سندخل كثيرا في تفاصيل وفي بعض الأشياء عالية التخصصية بإذن الله لكن طبعا العنوان اليوم اللي هو مراحل إدارة الكوارث بدءا بالتخطيط والاستعداد وأنا أحاول إن شاء الله أتناول هذا الموضوع بطريقة نوعا ما مش تقليدية وقبل ما نبدأ بطبيعة الحال لازم نعارج على الأشياء اللي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي لو تذكروا تكلمنا عن عناصر إدارة الكوارث والأزمات علميا وفنيا وإداريا بطبيعة الحال وخصصنا لكل جزء مساحة أعتقد أنها كانت مناسبة وتكلمنا أيضا عن ايش المقومات المتوفرة فلسطينيا وإقليميا وبدأنا هيك نخطو خطوات بسيطة في مجال إدارة الكوارث والأزمات اللي هو المراحل أو الفيز اللي هي التخطيط والاستجابة والتعافي اليوم بإذن الله حنكمل القصة مع الشقة الأول من هذا الموضوع اللي هو التخطيط والاستعداد فيه كان كثير من الزملاء والأصدقاء سألوا عن الكتاب للمرة الماضية هذا هو مغلف الكتاب في ذات الكوارث التخطيط والاستجابة والتعافي وهذه المواقع الثلاثة موجودة فيها الكتاب متاح أونلاين ومتاح بشكل إلكتروني وأيضا متاح الآن في غالبية الدول العالم بالنسخة الورقية باستثناء للأسف فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة لأنه لازلنا بنتفاوض مع دار النشر على طريقة بسبب ظروف الجائحة منعتنا أنه نجيب الكتاب من خارج أنه سيأخذ وقت كبير فنحاول نوصل معهم لاتفاق إن شاء الله أنه يتم طباعة الكتاب من خلال دور نشر محلية مع الحفاظ على حقوق الطبع الكتب الأخرى كتير بتوح تأخذ القارئ باتجاه الجانب السياسي أو باتجاه بعض الجوانب اللي هي تأخذ سبغات معينة يعني مثلاً إما باتجاه البزنس أو إدارة الأعمال إما باتجاه السياسة إما باتجاه الجغرافية في بعض الأحيان أو حتى باتجاه العلم الإنسانية الكتاب تبعنا مختلف شوية يعني وبحكي بمفاهيم إدارية لكن لها إسقطات وتطبيقات فنية على أرض الواقع قابلة للاستخدام وللتطبيق من قبل جهات متعددة زي الدفاع المدني زي البلديات زي المؤسسات المحلية والدولية إلى آخر من هذه المؤسسات فأرجو إن شاء الله أنه يكون يعني في وإحنا تعمدنا أنه نألف باللغة عشان الجمهور العربي لأنه فيه فقر يعني مطقع حقيقة في هذا المجال عند كتير من البلاد العربية أو المكتبة العربية بشكل عام في هذا المجال طيب على همش البداية وقبل ما نبدأ اليوم عندي مجموعة من الخواطر خلينا نقول أنا حابب أشركها معاكم من واقع تجربتي البسيطة معاكم في التعامل وفي الحديث ومش بس من واقع تجربتي مع حضراتكم كجمهور للأكاديمية لا بشكل عام في هذا المجال في مجال إدارة الأزمات والكوارث في خلطات كثيرة متجانسة وفي خلطات للأسف يغلب عليها عدم التجانس عشان هيك أنا حبيت أضع بين إيديكم بعض الخواطر نحاول هيك يعني نفكر حواليها دائما وأبدا التخصصية قبل كل شيء إحنا كعرب وكفلسطينيين دائما بنخلط السياسة بكل إشي بنخلطها حتى بمياه الشرب وحتى بالأكل وحتى بحليب أمهاتنا لكن حقيقة إدارة الزمات والكوارث اللي أنا العبد الفقير بتكلم بها أنا بحاول أتكلم بطريقة تخصصية وإدارية وأنا لا أدعي التخصص في السياسة بالعكس أنا بحاول أبتعد عن السياسة قدر المستطاع للسياسة رجالها ومجالاتها تمام وقد يكون إلي أنا شخصيا بعض الأراء اللي ذات طابع سياسي لكن أنا أنحيها جانبا وأنا بتكلم بكل تجرد وبيحاول أنصح بطريقة إدارية وعلمية وفنية لا أكثر ولا أقل كمان أمر آخر أرجو أننا ننتبه له أيضا يا أصدقائي الكرام تحليل الأخبار ومتابعتها شيء وتحليل الأحداث الطارئ أو الكوارث شيء آخر الاثنين مختلفين تماما عن بعض هذا له يعني رجالاته وأصحاب العلم فيه وهذا أيضا له خبراء وأصحاب العلم فيه أمر ثاني مهم التفكير التكاملي مهم جدا لازم الواحد يفكر بشمولية وتكاملية وأيضا الأهم أنه يكون فيه تكاملية على أرض الواقع أحيانا تكون أنت عندك فهم شمولي وتكاملي لكن على أرض الواقع ما فيه فهم شمولي وتكاملي بصير فيه تضاد وبصير فيه تضارب وبصير فيه إشكالية التجارب القاسية وهذا حقيقة من تجربة الشخصية أنا تجارب القاسية لا تعلم الجميع بعض الناس بيعتقد أنه التجارب القاسية دائما بتعلم الجميع أنا أعطيكم مثال بسيط إننا جيران في المنطقة أصيب بعض العائلة بالفيروس بفيروس كورونا وصار كان في البدايات فصار عليهم حجر وأجل البوليس وحوط المكان ومنع الحركة في المكان كانت إجراءات شديدة جدا في وقتها هذا الكنم قبل شهرين تقريبا مع بداية الإغلاق وبداية انتشار الفيروس في غزة في نهاية شهر ثمانية المهم كانوا أهل المصابين كانوا بتكاتلوا مع الشرطة وأحيانا يعني بتتعامل معهم بطريقة خشنة وبيحاولوا يكسروا المنع وكانوا بقولوا إنه الكورونا هذي مؤامرة وأكذوبة وأنتم بتضحكوا علينا من هالكلام وأصيب ناس منهم وراحوا للمستشفى وبعد ما طلعوا من المستشفى عاد بعض المصابين اللي مر بالفيروس يقول الفيروس هذا كلام فارغ وهدولا الناس بضحكوا علينا فبكل صدق التجارب القاسية تعلم من يريد التعلم اللي بدوش يتعلم للأسف ما بيعلمه إلا الموت أو إلا الحاجة الصعبة وأنا دائما بحب أكرر مقلاحة في الطعام أعتقد إنها إن لم أكن مخطي للإمام عليه رضي الله عنه وبتقول أو لا أذكر مين من الصحابة أو العلماء أو التابعين بيقول بكل بساطة العالم من اعتبر بغيره والجاهل من اعتبر العالم من اعتبر بغيره والجاهل من اعتبر بنفسه يعني الجاهل إلا ما يجرب هو بيده رغم إنه كل المعطيات اللي حواليه بتقوله إنه هذا الطريق فيه مشكلة أو هذا الأمر فيه إشكالية آخرين بيحاولوا يتعلموا من الآخرين وهذا هو الأهم حاجة أخيرة أيضا على الهامش يجب أن نعرف وأن نعرف كيف أن نعرف المقولة مش فلسفية بالمناسبة أنا كمان ما بفهمش في السياسة وبضيف عليها إنه أنا مش كتير بفهم في الفلسفة الآن الفارق ما بيننا وبين العالم الأول إحنا يعني دول عالم ثالث للأسف يمكن دول عالم عاشر حتى في بعض دولنا بتصل إنها تكون دول عالم عاشر في أحيان كثيرة أنت بتاخد المعرفة من حدا مش موثوق من مصدر مش موثوق من كتاب مضروب هيك عرفت بس أنت عرفت معلومة بطريقة خاطئة فما عندك هو معرفة خاطئة لا إحنا لازم نعرف ولازم نعرف كيف نعرف إيش الأداء اللي بنستخدمها؟ أنا أنصح الجميع مثلاً مبارح كان فيه أنا بحبش كتير مع احترامي للجزيرة وللمدعينها لكن أنا ما بحب برنامج الاتجاه المعاكس لأنه بحسه بيطلع من الجمهور أسوأ ما فيه يعني ما بحاول يطلع أفضل شيء بيطلع أسوأ ما فيه بين خلال يعني طوشة على الهواء لكن مبارح كان فيه نقاش حول اللقاحات الكورونا المستحدثة بين اتنين أطباء واتنين دكاترة وناس يعني المفروض أنهم علماء حد من تونس وحد من الأردن أنا أنصح الجميع بأنه يرجع ويشوف اللقاء الفارق بين الاتنين كان أنه فيه واحد منهم بيقرأ وبيعرف من وين يقرأ وبيعرف من وين يجيب المعرفة رغم أنه الاتنين أطباء والاتنين المفروض أنهم علماء وكان بتكلم بحجة قوية ويعني بطريقة منطقية والآخر كان طبيب والمفروض أنه عالم لكن كان طريقة النقاش تفتقر إلى كثير من المعلومات تفتقر إلى كثير من الدقة معلومات في معظمها قديمة بنسميها إحنا فانديمانتال نالج يعني معرفة أساسية مبدئية لكن مش تغيرت لكن التطبيقات اللي حدثت بعد هذه المعرفة الأساسية تطبيقات واسعة غيرت كثير من هذه المفاهيم على كل هذه الخمس أشياء دائما أرجو أنه نضعها في الذهن وأتمنى عليكم في المداخلات اليوم سيكون برضو في مداخلات واستفسارات أنه نحن دائما نكون نروح للنقطة اللي إحنا بدنا إياها مع كامل احترام والتقدير لمداخلات الجميع لكن تعرفين الوقت قد لا يصعفنا دائما طيب نروح لمحتويات اللقاء الرابع تبعنا اليوم لا حنتكلم اليوم في التخطيط وكيفية إعداد الخطط وهذا من أهم المواضيع اللي إحنا بنترحها في مجال إدارة لازمات الكوارث لأنه ببساطة التخطيط الجيد يعني استجابة فعالة يعني تعافي سريع هذه معادلة التخطيط السيء أو حتى ما فيش تخطيط سيء هو التخطيط اللي فيه إشكاليات هو فعاليا مش تخطيط فاللي مش تخطيط بين قسين بيأدي لإستجابة متعثرة ومبعثرة بمنطق الأياد المرتعشة في العمل والاستجابة المرتعشة وغير الضقيقة وغير الفعالة تؤدي إلى تعافي طويل الأمب في الغالب وأحيانا قد لا تؤدي إلى تعافي أصلا فهذه المرحلة من أهم المراحل في إدارة الأزمات والكوارث تمام؟ ومهم جدا في هذه المرحلة تحديدا يكون فيه مش بس دقة ويكون فيه تفصيلية قدر المستطاع كل ما كانت الأمور مفصلة أكتر كل ما كان الأمر أفضل وحنيجع عليها إن شاء الله حنتكلم كمان عن البرتوكولات البرتوكولات العمل اللي احنا بنسميها في علم الطوارئ وإدارة الكوارث اللي هي الأسوبيز حنتكلم شوية عن مكونات الاستعداد الخفيفة والثقيلة وحنتكلم أيضا عن توظيف إدارة وتحليل المخاطر وهنا شوية بحاجة لتركيز ولعنى عمق أكتر ما إنه بس نتكلم في الموضوع بمنطقة بمنطق سطحي وأخيرا حنتكلم عن أنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ في نهاية اللقاء هذا باختصار اللي أنا كنت حابب إن شاء الله يكون في أجندة لقائنا اليوم ولا شك إنه إحنا ممكن نتوسع في مواضيع هنا أو هناك اعتمادا على الأسئلة والاستفسارات والنقاش طيب بسم الله نبدأ اتطلعوا على الخارطة اللي موجودة أمامكم هذه خارطة بتحكي عن العالم وكيف إنه العالم كله في مهب الكوارث إحنا عنا على فكرة إحساس خاطئ بإنه إحنا في عالم كل شي فيه صح طبعا يمكن حدا يقول أنت من فلسطين من غزة أنت بتقول إنه كل شي صح لا أنا ما بقول إنه كل شي صح أنا أقصد مع ضرب كوارث كبيرة جدا زي الزلازل والبراكين لمناطق أخرى في العالم يصبح عنا الإحساس إحنا في هذه المنطقة نوعا ما إنه يعني الأمور تمام حتى لو مش تمام في غزة أو مش تمام في الضفة أو مش تمام في فلسطيني بشكل عام فهي هيها تمام في الأردن مش عارف تمام في استراليا تمام في السويد إلى آخره لاحظوا باللون الأحمر قديش فيه قابلية إحنا ما يحكي عن يعني فيه قابلية التعرض أو مستويات التعرض هيك ما نسميها بالمصطلح العلمي مستويات التعرض عالية جدا لاحتمالات حدوث كوارث هذا اللي بالأحمر رقم واحد في منطقتنا هنا مثلا تركيا وأنتم يعني بتشوفوا أن تركيا تعرضت في السنوات الكثيرة السابقة لزلازل لكوارث طبيعية طبعا هذه الخارطة كمان وارد تكلم عن الطبيعية لاحظوا لما تتطلعوا للعالم حتلاقوا مناطق قليلة جدا باللون الأخضر والأزرق اللي هي مناطق يعني نوعا ما مش معرضة كثير لمشاكل وأخطار وحدا حيجي يسأل الآن حيجي يقول طيب انت يمكن بتحكي بطريقة مش 100% صح الخليج السعودية والكويت والبحرين والإمارات مؤخرا صار فيها أمطار وصار فيها فيضانات وكوارث اللي أنا أبدأ أقولكم إياه في هذه المدن وفي هذه الدول الخلل موجود في التخطيط والاستعداد عندهم القابلية وعندهم الإمكانيات والمقاومات اللي تجعلهم ما يغرق وهيك بين قسين بشكل بسيط ومتواضع لكن طبعا التركيز مش على البنية التحتية التركيز على أمور أخرى التركيز على مشاكل إقليمية ثانية في دول أخرى التركيز يعني في مشاكل كثير في صنع القرار في مشاكل كثير في توظيف الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة إلا آخر من هذا الكلام إجمالا اللي أنا أبدأ أقوله وإحنا موجودين في عالم دائما الأمور معرضة للانفجار في أي لحظة في أي مكان في العالم لكن إيش الفوارق في ناس في الأماكن الحمراء هذه عندهم زي هذه المنطقة مثلا عندهم مستويات استعداد جيدة تمام؟ فمهما كانت مستويات التعرض عالية لا زالوا عندهم الإمكانيات ولا زالوا قادرين على أنهم يعني يطلعوا من مطبات الكوارث الكبرى تمام؟ لاحظوا على سبيل المثال لما تطلعوا في هذه المناطق هذه المناطق اليابان وكوريا الجنوبية تمام؟ وهذه المناطق اللي هي الأرخبية للجزر أندونيسيا ومن تحتها أستراليا تعرضت لكوارث كبيرة جدا للتونامي لزلازل لكثير من الأشياء لكنها متميزة جدا اليوم في الاستجابة متميزة جدا في الاستعداد في التعافي في كل شيء تمام؟ في دول أوروبية لازالت باللون الأزرق يعني ما مر عليها كوارث كبيرة جدا زي الزلازل والبراكين بقدر ما هو عواصف فلجية أو فيضانات كانوا قادرين على أنهم يعني يتخطوها اللي أنا أبدأ أقوله كمان مرة دائماً اطلع في الخارطة وتذكر أنه مش دائماً على الكوكب الأمور بخير والدنيا حلوة لا في أي لحظة ممكن تنفجر الأمور في أي لحظة ممكن يصير مشاكل إحنا من المؤسف أنه إحنا موجودين في مكان أو مساحة معرضة دائماً للحروب والنزاعات والمشاكل والحروب الأهلية يعني كثير من الاضطرابات والمشاكل أصلاً فعلياً الأصلاً ما تكونش موجودة إحنا تعصف بنا كثير من الكوارث الحروب الأهلية والطائفية والإشكاليات هذه بفعل أحياناً أطراف خارجية وأحياناً سوء إدارة من داخل أصحاب البلد والمكان من باب حروب الوكالة أو إشكاليات من يعني بيش هدخل كثير في التفاصيل السياسية لكن فعلياً إحنا المفروض أن إحنا موجودين في مكان يعني نوعاً ما مش صعب كثير يعني مش أحمر يعني لما تطلعوا على الشرق الأوسط بشكل عام تطلعوا على مصر وعلى ليبيا وعلى تونس تمام؟ وعلى الخليج العربي المفروض أن إحنا يعني بخير قياساً بالناس اللي طول الوقت دنيتهم هيك حمرة المستوى عندهم أحمر طيب الآن أبدأ أذكركم بالشكل اللي حكينا فيه المرة الماضية اللي هو المراحل تخفيف الحدة الاستعداد الاستجابة والتعافي زمنياً مراحل ما قبل الكارثة اللي هي هذه واللي هنحكي فيها اليوم ومرحلة أثناء الكارثة اللي هي الاستجابة أثناء وقوع الكارثة ومرحلة التعافي وبذكركم كمان مرة بمنحنة الكارثة اللي حكينا عنه المرة الماضية واتناقشنا فيه اللي برضو بيرسم صورة لهدول الثلاثة أو الأربع مراحل طيب بدنا نركز في هذا الموضوع العملية التخطيطية إيش الاعتبارات أو الخطوات الأساسية وهنا فيه دائما سوء فهم لبعض المفاهيم كيف؟ فيه فارق بين الخطة ومكوناتها تمام؟ وأهدافها تمام؟ وبين أشياء لها علاقة بالتدخل مثلاً اللي هو بالاستجابة يعني كيف أنا أعد الخطة إيش خطوات إعداد الخطة غير إيش خطوات التدخل غير إيش خطوات الاستجابة غير إيش خطوات التعافي لا أنا عشان أوصل لخطة متكاملة عشان أوصل إنه أنا عندي خطة بين إيدي خطة فيه طريقة وفيه رودماب أو خرط الطريق وفيه خطوات بيدي أمشي عليها تمام؟ غير إيش نوع التدخل اللي أنا بدي أعمله نوع التدخل جزء من مكونات الخطة اللي أنا حصل عليها بمعنى عندنا إحنا ثمان خطوات أساسية وهنا بالمناسبة قد تختلف المؤسسة اللي بتخطط قد تختلف الجهة قد يختلف مستوى التدخل لكن هذه الخطوات أقريباً ومن واقع تجربتي أنا للشخصية بتشتغل كويس جداً مع أي مؤسسة مع أي جهة بتحب تتبنى هذا النهج في التخطيط بتحب تتبنى هذا الأمر على إنه مساحة لعمل خطة وهو بالمناسبة بياخد بنظر الاعتبار عناصر ومبادئ التخطيط بشكل عام طيب أول شيء لازم نحط أهداف واضحة تتماشى مع مين الجهة العاملة إيش رؤيتها إيش رسالتها إيش الخدمات اللي بتقدمها للجمهور بما يؤدي بالمستقبل إلى أنه يتم رسم شكل استجابة واضح المعالم بديش أنا يعني تتصعبوا من الأمور إحنا إن شاء الله هنبدأ ناخد أمثلة لكل خطوة بس خلينا نصدهم أولاً مهم جداً عشان تحط خطة طوارئ مناسبة إنك أنت تدرس المنطقة المعارضة للخطر جغرافياً واقتصادياً وسكنياً واجتماعياً وخدمتياً يعني عندك بيانات وداتابيز واضحة المعالم عن المنطقة المستهدفة أو المنطقة اللي أنت بتخطط لها المنطقة هذه قد تكون حي قد تكون مدينة قد تكون ولاية قد تكون دولة إما بتكبرها أو بتظغرها الأمر عائد لمن يخطط تحديد مستويات الهشاشة أو نقاط الضعف وأعتقد إنه هذا الكلام مر علينا لما اتكلمنا بشكل مبدئي في السابق في واحد نقاط عن موضوع الأخطار والمخاطر والنقاط الضعف وهذه القصص تمام؟ يعني بمعنى بلغاتنا إحنا البسيطة إيش الخواصر الضعيفة اللي إحنا ممكن يكون فيه عندها إشكاليات وإيش الأخطار اللي طبعاً هنا لما نتكلم عن الأخطار إحنا نقصد دائماً لما نتكلم عن الأخطار في هذا العلم إحنا نتكلم عن الكوارث يعني الخطر هو فعلياً الكارثة المحدقة تمام؟ اللي حيواجهها السكان والمنطقة من خلال دراسة تقييم مخاطر شاملة تحدد وتصنف الأخطار المحدقة بها وتضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الأخطار وهنا فيه وقفة بعض المؤسسات حتيجي تمسك كل الأخطار وتشتغل عليها مؤسسة X بتشتغل في مجال محدد وواضح وبسيط بتيجي بتحكي عن أخطار لها علاقة بنطاق عملها بعد ثالث مؤسسة حتيجي تشتغل على أخطار بتتهدد المؤسسة نفسها زي هذا عالم البزنس هيك عالم البزنس لما تيجي تحكي عن الأخطار بتكلموا عن المال عن الأصول تبع تلك الشركة مثلا الشركة هتربح ولا تخسر إيش التهديدات بمنطق بزنس وبمنطق إداري بحت تمام؟ فأنا أرجو نحن ننتبه لهذه الجزئية جيداً حتسمعوا كلام في هذا المجال من حدا غير عزام أبو حبيب مختلف تماماً ومش غلط هيكون صحيح لأنه بكل بساطة لكل طريقة تناول الأخطار وطريقة التعامل معها تختلف من علم إلى علم لأن هذا الموضوع بيدخل كثير في المجال التطبيقي وحنيجي على بعض الأمثلة لتوضح لكم الصورة لاحقاً إن شاء الله حاجة ثانية مهمة وبالمناسبة كمان عشان نعتقد الزملاء والإخوة أن أنا قد أكون أهمل الشات لا القصة مش إهمال للشات أنا حاول أرد إن شاء الله على الأقل في الاستراحة هتطلع وأبدأ أرد لكن أنا بحاول أركز في المادة الآن يصعب علي أن أنا أركز على المادة وعلى الأسئلة اللي بتيجي من التشات فيعني أرجو أن تكونوا صبورين بعض الشيء طيب وصلنا إلى النقطة الرابعة دراسة الجهات المتأثرة بالكارثة والمؤثرة من حيث طبعاً مؤثرة من حيث الاستجابة من حيث العمل من حيث التعاون من حيث يعني مجالات كثيرة كيف بنعمل كلام هذه؟ إشهد الدراسة كيف بنعملها؟ من خلال حاجة بنسميها أو تحليل ذوي العلاقة وهذه أداة بيستخدمها غالبية المخططين في العالم سواء تخطيط المدن سواء تخطيط العمل بشكل عام بيكملوا موضوع الـ participatory planning أو التخطيط التشاركي تمام؟ اللي هي زي ما أنا بقولها تطبيق منهجات تخطيط التشاركي مع السكان والجهات الأخرى العاملة في المجال أو التي يمكن أن تقدم خدمات عند حدوث الكوارث وضمان التنسيق معها هذا الموضوع، موضوع تحليل ذوي العلاقة حجر زاوية لما نتكلم عن العملية التخطيطية عشان هيك إذا أنت أغفلت واحدة من الجهات المهمة فعلا واللي الأصل لها شغل ممكن تدفع الثمن غاليا لما يصير، لما تحدث الكارثة لأنه أثناء الكارثة يصعب التنسيق ويصعب أنه أنت تشتغل من أول وجديد طيب، تحديد الموارد المالية والبشرية واللوجستية وغيرها المرصودة مش للتدخل المرصودة للتخطيط بعدين المرصودة للتدخل مع تحديد هيكلية واضحة يعني الخطة تبعتك بدك تجيب ثلاثة أربعة مخططين بدك تجيب فريق بحاجة لبعض الأمور الهندسية بدك تجيب اتنين مهندسين بحاجة لبعض الأمور قد تكون صحية بدك تجيب حدا استشاري في المجال الصحي بدك حدا تكنيشن بدك سكرتير هذا الفريق هو الفريق أنا أفكر مع واحدة من المؤسسات كنا بنعمل لهم في غزة كنا بنعمل لهم خطة عمل للطوارئ الفريق كان عشان بس أوضح لكم جديش الموضوع يعني أحيانا بياخد جهد المؤسسة كبيرة ومن المؤسسات المحلية العاملة في قطاع غزة بشكل نشيط وبشكل قوي كان العبد الفقير أنا كنت أنا المخطط الرئيسي أو يعني قائد الفريق كان معاي أستاذ دكتور في الفاينانس في المجال المالي عشان الأمور المالية واللوجستية كان معاي زميل خبير في مجال الهيومان ريسورسز أو الموارد البشرية كانت معاي زميلة خبيرة في مواضيع التوردات والعقود وكان معاي زميل متخصص في مجال التقييم والمتابعة وكان معاي مساعد إداري هذا كان فريق من ست أشخاص تقريبا بيعملوا خطة واحدة لمؤسسة الفريق عمصة المؤسسات بيناعمل أحيانا يعني احنا كنا اشتغلنا معهم كاستشاريين وأنا بشجع جدا هذه المنهجية في التعامل لأنه الاستشاري عنده استقلالية في العمل ما عندوش ولااءات معينة وهذه يعني أرجو تحطه تحتها خطوط حمرة في الجهات الحكومية مثلا لما تيجي تشكل فريق بتشكل بالمتاح يعني الوزارة عندها كم من موظف هم اللي بيشتغلوا في المجال يمكن يكونوا متخططة سبيل المثال إذا كانت إمكانياتهم بسيطة ومتواضعة فهي الموجود وكمان بعض الواجبات والأدوار في الخطة قد تأدي إلى أنه سين أوصاد يأخذ القيادة أو سين أوصاد يكون مهمش فالشخص اللي بيخطط ولا أول مين بيحكم شكل الخطة وهذا طبعا عوار واضح وهذه مشكلة واضحة على مستوى حتى المؤسسات الكويت والكبيرة حتى لما تيجي تخطط على المستوى الداخلي يعني تشكل فريق داخلي لتخطيط بهذا المجال حتعاني من بعض المشاكل والأعراض اللي أنا حكيت عنها المتعلقة بالجهة الحكومية عشان هيك دائما وهذه نصيحة يعني لأي زميل بيشتل في الحكومة بيشتل في مؤسسة في مجال الطوارئ تحديدا حاول تجيب فريق متخصص من برى المؤسسة يطلع على المؤسسة بتجرد وباستقلالية طبعا بدك يجب يعني تخسر لك شوية مال وهو جزء من الموارد اللي مرصودة لهذا الموضوع عشان توصل لخطة ثانية علمية ومعمولة على أسس منطقية وسليمة مش معمولة عشان ترضي هوا فلان أو عشان تحط علان في مكان هو مش مكانه وبكل الأحوال لأن الخطة حتصير عند الاستجابة بدأت تتفعل وبدأت تطبق فإذا هذه المشاكل والأمراض هيكة بين قسينة ضلتها موجودة حتنعكس سلبا في موضوع الاستجابة بشكل واضح الملامح طيب النقطة لبعديها وضع وتحديد محددات ومؤشرات واضحة تعمل كإنذار مبكر نظميها إحنا تريجر بالانجليزي عشان تكونوا عارفين اللي هو زناد المسدس يعني متى بتطلق النار فعليا هذه الجزئية بتقول متى أتدخل أنا سأتدخل يعني لو حكينا بالمنطق العسكري مثلا لما تكون الفرق في الجبهة بتتقاتل الجيوش بتتقاتل مش كل الفرق بتكون مشتبكة بكونوا متفقين مع الفريق إكس إنه في اللحظة كذا اشتبك في اللحظة كذا لما تشوف كذا المدفعية بدأت تشتغل لما تشوف كذا الغطاء الجو بدي يشتغل تمام محفزات الطوارئ بهذا الشكل أنا مثلا عندي سبيل المثال عندي بركة مياه تجميع مياه أمطار فيها مستويات مياه محددة لما توصل مستويات المياه للليفل اللي مصنف في بركة التجميع أحمر بد يكون فيه تدخل معين لما ما توصلش الله ما عنديش ما عنديش مشكلة ممكن ما تدخلش الآن هانا بيجي بيجي دور الدقة قديش انت دقيق في تحديد محفزات الطوارئ تبعتك كمؤسسة كبلدية كحكومة كاكاكا أي حاجة تمام قديش بتقدر انت تتدخل في الوقت المناسب قديش هذه المحفزات عندك معمولة بطريقة الإنشاء ومش بطريقة علمية ومش بطريقة كمية ونوعية أنا مع يعني في هذا المجال تحديدا لازم يكون الموضوع محدد كما ونوعا تمام قديش انت بتكون يعني قديش بتحدد بالكم والنوع بشكل واضح ودقيق قديش بكون تدخلك محسوب ومدروس وفي المن والزمان المناسب قديش انت بتتلاعب في هذا الأمر قديش انت بتدفع الثمن في الاستجابة لاحقا طيب النقطة السابعة عمل سيناريوهات تدخل متوقع مبنية على فرضيات محددة ومرتبطة بالواقع طبعا انا اسف ان الجملة مش مكتملة هنا انت بدك ايه كتغمض انيك وتحط حالك في الحدث وتتخيل كل تفاصيل الحدث تحدث امامك كان هذا الحدث فيضان كان هذا الحدث حرب كان هذا الحدث حريق سميه ما شئت تمام وابدأ اكتب السيناريو زي ما اللي بيألف مسلسل او فيلم بيكتب السيناريو بكل حد فيه رو لما لما تتطلع وتشوف الممثلين بيقدوا الادوار هم فعليا بيقدوا الادوار الملشومة لهم مية في المية حسب ما رسمها السيناريست او حسب ما رسمها المؤلف او الكاتب مش حسب ما رسموها هم في رؤوسهم او الاداء هانا يا جماعة تم فيلي مش اي اشي اخر عشان هيك بدي تنتبهوا بشكل واضح لما تيجي تعمل السيناريوهات بتتخيل انك موجود في الحدث وبتشتغل على هذا الاساس ما بنفع ما بنفع تترك او تسقط بعض التفاصيل بدك تكون دقيق قدر المستطاع بدك ترسم السيناريو كما تتوقع انه يقع او بعض الزملاء بيقول انه محاكاة او يعني هو نوع من المحاكاة تمام ومرة تانية زي ما الممثلين ممنوع يخرجوا عن السيناريو ممنوع يخرجوا عن المرسوم اللهم وعن النص المكتوب اللهم انت بدك بدك توصل مرحلة انه اللي حيستجيبوا وهم في الغالب قد يكونوا اشخاص اخرين غير المخطط تمام بدهم يقدوا ادوارهم حسب ما هو مكتوب ومرسوم انا يعني صممت على المستوى الشخصي مع بعض المؤسسات صممت محاكاة و سيميوليشن او مناورات لبعض المؤسسات ونفذناها كنت انا بشوف كنا بنعمل بطاقات كل حدا شغال معنا عنده بطاقة معمولة بخطوات مطلوب منك تعمل واحد اتنين ثلاث اربع خمسة تمام عندما تسمع ظنة الجرس بدك تعمل كذا عندما اعملك هيك بدك تعمل كذا وهكذا طبعا عشان انا كمان اكون دقيق السيناريو هذا مش سيناريو حالم يعني مش سيناريو الو علاقة بالاماني تبعتك ان شاء الله الفيضان مش هيوصل المنطقة كذا وبتشتغل على هذا الاساس ان شاء الله ما يصيرش كذا او ان شاء الله يصير كذا لا القصة لا تكون انت optimistic ما تكونش متفائل جدا ولا تكون متشائم جدا لا انت بدك تكون منطقي وفي بعض المؤسسات وبعض المدارس بتقول لا في السيناريوهات بدنا نرسم السيناريو التشاؤم الكامل الاسود وبدنا نرسم السيناريو التفاؤلي وبدنا نرسم السيناريو الوسط ونعمل لكل سيناريو اجراءات تدخل طبعا هذا اشي كبير شمولي وكبير لكن حقيقة منطقي مئة بالمئة اعتمادا على كمان شغلة السيناريوهات لازم يبني لك ايها واحد خبير مرت عليه تجارب سابقة شاف الأمور بالعين او لمسها على ارض الواقع مش بس حدا بيقرأ كتب ولا حدا بيقرأ بس ابحاث هذه الجزئية بحاجة لانك تستعين بحدا كان في الميدان انا اعطيكم مثال واحد من طلابي كان طالب ماجستير كان بشتغل في مجال الو علاقة بموضوع النزوح الايواء وصمم يعني اداة دراسة اللي كانت استبانة تمام الها علاقة كانت بالايواء والمآوي لما راح يحكمها اعطاها لسبعة او تمانية من الزملاء قرأت ان الاسماء ولا واحد فيهم حط رجله في يوم من الايام في مركز ايواء ولا واحد فيهم اشتغل في اثناء حرب الالفين واربعطاش مثلا اللي حتيجي معنا في لقاء هذا اللقاء واللقاء القادم ان شاء الله تمام بالتالي ما حدا فيهم اعطاه ملاحظة ذات قيمة وقالوا له الامور تمام وتوكل على الله لما رجع لي قلت له لا انت مع كل الاحترام للزملاء اللي انت سألتهم يفتقروا الى الخبرة العملية تمام وبالتالي ما اعطوك الرأي السديد اللي انت بحاجة الو هم اعطوك اللي هم بتخيلوا او بتوقعوا حدث او يحضر لا في السيناريوهات يا صديقي انت لازم تعتمد على حدا عنده مخيلة واقعية تمام يعني كان موجود في الحدث تمام بعض الزملاء بيسأل عن مركز اليواء مركز اليواء كنا في الحرب الناس طلعوا من الجهة الشرقية من قطاع غزة راحوا على مدارس الانروا وبعض مدارس الحكومة وبعض المساجد فكانت بالنسبة المدرسة كانت عبارة عن مركز اليواء للنازحين لحين انتهاء الحرب وانا بالمناسبة طلعت على الزملاء في الاكاديمية تدريب متخصص برنامج تدريب متخصص في الجهة النزوح والإيواء لازال قيد الانشاء الله اذا لاقى النور فانا حكون معاكم في برامج يعني مستقبية بإذن الله كمدرب الآن الجزء الاخير تحديد وسائل وآليات الاتصال والتواصل ووضع هيكلية تحدد أدوار ومستويات الاتصال وأشخاص الاتصال تمام هذا مرتبط بالنقطة اللي قبلها بنقطة السيناريو هاتف طبعا وسائل وآليات الاتصال والتواصل بين الفريق اللي حيكون في الاستجابة بينهم وبين بعض وأيضا وسائل الاتصال والتواصل بين هدول الناس بين الفريق العامل وبين المجتمع الذي يرزح تحت الكارثة والمتأثر بالكارثة وأنا هنا في نقطة مهمة في موضوع الاتصال والتواصل في علم اسمه communication with community CWC الاتصال والتواصل مع المجتمع أثناء الكارثة وهو مبني على فرضيتين أساسيات الفرضية الأولى أنه يجب أنك أنت توصل لمرحلة تكون أنت مرجعية الاتصال والتواصل وأنت مرجعية المعلومة له هدول الناس الحاجة التانية أنت ما بتعملش معهم علاقات عامة أنت مش بتتصل عشان تصحبهم أو تناسبهم أو يكون بينك وبينهم علاقات ومصالح لا أنت بتتصل وتتواصل معهم لأهداف موضوعة مسبقاً ومعدة مسبقاً بيحدد شكل المفهوم النظري في النقطة الأولى لما نيجي نحط أهداف واضحة تتماشى مع الجهة العاملة ورأيتها ورسالتها إذا كانت مؤسسة محلية أو دولية فيعني أنت بتحكي عن إشي إغاثي بطبيعة الحال فأهداف الخطة حتكون ضمن رؤية ورسالة إغاثية إذا بتحكي عن بلدية فأنت بتحكي في إطار خدمي تمام إيش الأهداف اللي البلدية بدها تشتغل عليها لو صار إيش أهداف الخطة هذه إيش بدها تحقق طبعا عشان تكونوا عارفين دائما أمثلة الأهداف بتكون باتجاه تخفيف وتقليل تأثير الكارثة تمكين الطواقب من العمل هيك دائما الأهداف الكلاسيكية والتقليدية بس انتبه إلى أنه تحاول دائما أنه أهداف الخطة تكون نوعا ما فيها مستوى من الكمية والنوعية عشان تكون قابلة للقياس مستقبلا طيب إذا بنحكي عن عن دراسة للمنطقة المعارضة للخطر فمن وجهة نظر البلدية البلدية بشكل واضح دائما حتفكر في المناطق المنخفضة دائما حتفكر في المناطق المعارضة للفيضانات دائما حتفكر في مناطق فيها بعض المشاكل المجتمعية والسكانية والاقتصادية تمام؟ يعني حتفكر في خدماتها خلينا نحكي حدا بشتغل في الدفاع المدني حتفكر بطريقة مختلفة وأنا مع هذا التوجه للأسف هو مش موجود في غزة الدفاع المدني بياخد دور في الفيضانات على سبيل المثال بس مش هو الخط الأول رغم أنه هو مصنف كدفاع مدني مستجيب أول وإحنا هنا لما نتكلم عن استجابة حتعرفوا أنه المستجيب الأول دائما بيحكي في إنقاذ الأرواح زي الدفاع المدني والطاقم الطبية بس الفيضانات بشكل عام والكوارث الجوية يعني يغلب عليها مساحة أنه أنت بتشتغلش في الإنقاذ أنت بتشتغل في نطاق عمل كتير متوائمة نطاق عمل البلدية البلدية هي بتحاول تشتغل على التخفيف من المناطق المغمورة تحاول ترحل المياه من مكان إلى مكان تحاول تنظف المصارف تخلي المياه يعني تتصرف وهكذا ف حدا بد يدرس أخطار معينة أو مناطق معرضة للخطر من وجهة نظر الدفاع المدني حيتطلع على بشكل أساسي على تصنيفات معينة حيتطلع مثلاً على في منشآت خطرة مصنفة خطرة في المنطقة ولا فيش منشآت مصنفة خطرة حيتطلع على نوع الخطر هل الخطر زلزال ولا فيضان ولا بركان ولا حادث صناعي ولا انفجار ولا حادث طرق مش عارف فيه تصنيفات كتيرة الآن هذا الموضوع مختلف عن ما تقول أنت بلدية مختلف عن ما تقول مؤسسة محلية أو دولية أو مؤسسة مجتمعية مختلف عن ما تقول وزارة صحة تمام كل واحد بيدرس المنطقة من وجهة نظر مختلفة عن الآخر كل واحد بتطلع من زاوية معينة كمان لما يجي يحدد مستوية الهشاشة اللي هي فعلياً جزء من الدراسة برضو حيطلع على هذه الأشياء تمام مناطق كيف نصنفها ضعيفة وهانا كيف دايماً هذا سؤال يعني التوصيف للأمر بمؤشرات واضحة واضحة المعالم بمؤشرات كمية ونوعية بيعطي فكرة عن إيه الشكل مستويات الهشاشة اللي احنا بنحكي فيه يمكن المكاء الوقت لا يتسع كثيراً أنه أنا يعني أفصل أكثر لكن أنا بدأي أقولكم إياه كل واحد بخطط من مؤسسة أو من مكان معين بتختلف وجهة نظر ورؤيته عن الآخرين الستيكولدر سنجي عليه بالتفصيل والباقي إن شاء الله سنجي عليه بتفصيل أكتر في السلايدات القادمة طيب هذا يا جماعة تحليل ذوي العلاقة وأنا آثرت آثرت بشكل واضح أنه أنا أخليه فارغ بعض الناس حيقول لي ليش ما عبتوش عشان أنا بحاول قدر المستطاع ما أقولب فكر الجمهور بديش أقولي بك بقالب البلدية ولا أقولي بك بقالب الدفاع المدني ولا أقولي بك بقالب مؤسسة دولية ولا أقولي بك بقالب وزارة الأشغال أو مش عارف وزارة الصحة أو فريق تطوعي أو مبادرة لا أنا بحاول أعطيك الفكرة العملي الأساسية وبعطيك عليها بعض التطبيقات بس ما بضيق الخناق على خياراتك أنت دايما خياراتك مفتوحة الآن أنا ليش حاطت هذه الجهة فوق وبالمناسبة أنا يعني يعني بحب يعني انسيت أنه أنا أعتذر لزامنتنا عبير أنا أعطيتها المحاضرة وهي وزعتها وأنا اضطريت أضيف عليها بعض الأشياء اليوم قبل ما نبدأ في اللقاء وأنا هعيد إن شاء الله إرسالها لزامنتنا عبير وخليها اتبعتلكوا إياها مرة أخرى عشان في بعض الإضافات الموضعية أو البسيطة الآن الجهة هنا إيش الجهة بتحطها هذا الشكل حيتغير تماما طيب إذا حطيت البلدية مين الجهات ذات العلاقة اللي بدأت تشتر مع البلدية في الطوارئ بكل بساطة البلدية بالنسبة لها الدفاع المدني وزارة الداخلية مثلا مش بالضرورة حتى بس الدفاع المدني أنا دائما أتكلم بكرر الدفاع المدني بس هو المفهم الأشمال ممكن يكون وزارة الداخلية اللي هي بتضم الدفاع المدني الوزارات العاملة وزارة الإشغال وزارة الصحة وزارة الزراعة المجتمع المحلي ممثلين مجتمع المحلي مش بالضرورة وزارة الصحة ممكن مثلا المستشفى الرئيسية في المنطقة المؤسسات زي النقابات المهنية زي نقابة المهندسين الجمعيات الخيرية كل هذه الجهات بالنسبة للبلدية ذات علاقة بالمناسبة أكتر قاعدة علاقات عريضة وهيك باللغة البسيطة البلدية أعرض قاعدة جماهيرية موجودة في التعامل مع البلديات عشان هيك أكبر جدول ممكن تشوفوه ذوي العلاقة بيكون جدول بلدية طيب العلاقة مع وزارة الداخلية هنا كمان ممكن يكون فيه منهجية معينة هل هذا الموضوع يكون منصب باتجاه كارثة معينة ولا بشكل عام أنا بفضل في التحليل ذوي العلاق يكون بشكل عام تمام وممكن بعض الانتقائية أو التفصيل لبعض الكوارث المعينة هنا للأحداث الطريقة بشكل عام الجهزات العلاقة وزارة الداخلية العلاقة والأهمية للداخلية عالية ولا متوسطة ولا منخفضة غالبا في غالبية الأحداث الطارقة اللي إلها علاقة بالبلدية التدخل تبع وزارة الداخلية متواضع ممكن ما يكون شيء كبير جدا إلا إذا كانت البلدية عندها عجز ووضع إمكانياتها صعب فبصير بتحاول تستعين تصرخ في أذن الجميع وبتحاول الجميع يجيب ولكن المنطق بقول إنه وزارة الداخلية قد يكون دورها هنا متواضع فممكن تكون متوسطة أو منخفضة إيش المبررات إنه أنا أدرج الجهة بناء على التجارب السابقة بناء على القانون والدستور بناء على العلاقة الحكومية اللي ما بين البلدية وهذه الجهة بناء على مجموعة من المحددات طيب إيش حتضيف لك الداخلية في الأحداث الطارئة لو تدخلت بتضيف لك شيء ولا ما بتضيف لك يمكن تكون عبع عليك مثلا محفز المشاركة للجهة والله هي مش عبع هي بتضيف إضافة نوعية بس يعني بمنطق المصلحة إيش بتستفيد الداخلية هالي بتستفيد ولا بتستفيد إيش إيش المحفز وهنا يا جماعة خلينا نفكر دائما ببساطة ما بينفع تفكر تقول هذه الداخلية ودورها ولازم تشتقل كذا ولازم تعمل كذا وهي مطالبة أمام المجتمع وأمام السكان تعمل كذا ما تفكر بهذه الطريقة هذه طريقة ساذجة وبسيطة القانون موجود لكن اللي بيربط الناس كتير التحفيز أكتر من أي شيء آخر حتى الجهات الحكومية في التعامل بينها وبين بعض وإيش بخصر أخيرا مخاطر عدم المشاركة إيش بخصر لو الداخلية ما شاركت معاي آه بخصر والله في عندها أليات ممتازة في عندها سيارات بتساعدني في النقل في عندها قاعدة بيانات ممكن أستفيد منها بهذه الطريقة بتقدر ترسم تحليل ذوي العلاقة وبتبني عليه خطتك بشكل واضح ودقيق لو حطيت الجهة هنا وزارة الصحة كون نحن اليوم في جو الكورونا وجو الجائحة وإلى آخر من الجهات ذات العلاقة هنا وزارة الداخلية دورها مختلف أنا في موضوع الجائحة احتاجت لإغلاق وحتاجت لحضر تجول وحتاجت لقانون وحتاجت لغرامات ولا يعني يد قوية عشان أفرض إجراءات كثيرة فهنا وزارة الداخلية بالنسبة لي هي الحضن الدافئ لي كوزارة الصحة أنا هذه الداخلية بالنسبة لي كل شيء لأنه أنا محتاج محتاج العصر الغليظة تبعتها عند اللزوم ومحتاج إنها تكون لأنها هي الجهة الملزمة بتطبيق القانون للمواطنين فأنا محتاجها جدا فهنا حتكون أهمية عالية إيش المبررات هيني حكيتلكو إياها واضحة الملامح برضو إيش الإضافة واضحة هي اللي حتفرض القانون هي اللي حتفرض حضر التجول هي اللي حتفرض كذا إلى آخره عندها طواقم شراطية كبيرة هي اللي بتساعدني في حراسة مراكز الحجر والمنع من منع التهرب والتصرب تمام محفز المشاركة هنا المصلحة العامة رقم واحد بكل بساطة الداخلية بدهاش البلد تمرض والطواقم الداخلية بدهم مش يمرضوا فمحفز المشاركة هنا جاهز مخاطر عدم المشاركة عدم الالتزام ولا حدا من الناس حيلتزم إذا ضلت وزارة الصحة تصوت وتزعج كل اليوم إذا ما في عصى غليظة تفرض أمور هنا وهناك بصفي الوزارة الصحة يعني بس بتتوسل وبتترجى الناس مع كل الاحترام والتقدير لوزارة الصحة بس أنا بتكلم بالمنطق البلدي تمام هين احنا اعطينا مثالين واضحات المعالم وأنا بالمناسبة اليوم ومبارح وبكرة أي حدا بحب يتواصل معاي على الواتس أنا أرقامي موجودة يعني موجودة في كانت في المحاضرات وكانت في فترات سابقة والإيميل أيضا موجود أي حد بحب حتى يبعث لي يقول لي والله أنا بخطط ضمن مؤسسة X وهذا والله كتير بحصل معي هاي شكل الستيكولدر إذا فيه إمكانية بس تطلع عليها وتعمل التحدث أو يعني تنقح تساعدني في تعبئته أنا والله جاهز جدا وساعدت كثير من الزملاء في بلديات وفي وزارات وفي مؤسسات محلية ودولية وأنا ما عندي أي مشكلة أنا بعتبر أنه هذا جهد عام وبوبليك ولازم ينحك فيه ولازم الناس تكون فهما كويسا طيب الآن كمان مرة الجهة هي اللي بتحدد بتحدد شكل هذا الجدول قابلة للاستخدام من كل الجهات اللي على الكرة الأرضية إنما بس تتعب الجهة الشكل هذا بيختلف في بعض المفاهيم الأخرى أو بعض الأعمدة اللي ممكن تضاف آه بس هذا أنا بأحكي عن الاشي الستاندرد أو الأساسي في التعامل بمنطق تخطيطي طيب إحنا يمكن لم يتبقل كثير في الساعة الأولى يمكن ضغل خمس دقائق بس إحنا إن شاء الله حنستغلها كويس فيه اعتبارات تفصيلية مهمة مرتبطة بالعملية التخطيطية طبعا الرؤية زي ما حكينا في العملية التخطيطية إيش فيه عندنا إمكانيات كمؤسسة هل فيه مرافق هل فيه مباني هل فيه معدات هل فيه فرق عمل فيه تجارب سابقة فيه هياكل إدارية موجودة بتساعدنا فيه تمويل فيه أدوات قنوات تنسيقية مع جهة أخرى هذه كلها بتساعدك كاعتبارات أنك تبني عليها وأنت بتحط الخطة على مستوى الطاقم والأفراد إيش الأعداد إيش الأدوار إيش التخصصات إيش التقسيمات ومدى التناغم والخبرات برضو بيلعب دور وبلزمك وأنت بتخطط آخر شيء على مستوى المجتمع المحلي أنت بتخطط في مكان أنت عارف أنه دولة دول عالم ثالث ولا دول عالم أول ولا مش عارف إيش وضع الوعي عند الناس يعني مثلا أنا كثير والله بتألم لما بظن أسمع من الحكومة عندنا وعي المجتمع وعي المواطن عندنا وعي المواطن مشوه عمدار 14 أو 15 سنة من الانقسام والإغلاق والحصار والحروب تمام كيف بدك وعي المواطن يكون يعني عالي وعي المواطن ضعيف ومشتت ومشرذم تمام زي وزي باقي مكونات الوطن تمام والوعي يعني بناء الوعي عملية تراكمية تأخذ عشرات السنين مش بتنوجد يعني أنت بتوعيش الناس ساعة الكارثة ساعة الكارثة بالنسبة لي توليت متأخر جدا أنت بتبني وعي الناس في عملية بيشترك فيها التعليم وبتشترك فيها الصحة وبيشترك فيها الاقتصاد بيشترك فيها البلدية وزارة الداخلية كل هذه الأجسام وكل بمنطق تكاملي تذكروا دائما المنطق التكاملي نحن نحكي عنها تمام إيش عليات الاتصال والتواصل الموجودة أنا دائما بحاول أقول للزملاء في الجهات الحكومية طريقة إيصال الرسالة طريقة الاتصال والتواصل أساسية ومهمة في وقت الكارثة ما تخسر زخم أنت تكون مصدر المعلومة الموثوق للناس إذا خسرت هذه الأدفانتج أنك أنت تكون المرجعية بتخسر جزء كبير من المصداقية بتخسر جزء كبير من أن الناس يستمعوا لك وبتخسر جزء كبير من وعيهم باتجاه الإهمال والإهدار في فرق في فرق تطوع وأنا يمكن حكيت أنه واحد من تحديات موضوع التطوع عندنا في بلادنا أنه ما في أجسام تطوعية واضحة المعالم عندنا تتبنى التطوع وترعاء وتنظم المحاكاة صار في مناورات سابقة يعني المحاكاة زي التدريب في كرة القدم أنا أذكر لما كنا نلعب زمان وإحنا يعني في فرق المدارس وكذا في لحظة ما كنا بنجتمع مع بعض بروح نلعب مباراة مع فريق بسيط بنخسر خسارة مهولة لأنه هذاك الفريق كان متدرب وفاهم على بعض وبعرف يعني اللاعب برمي الكرة لللاعب بدون لا يطلع عارف أنه سيكون في المكان المناسب لأنه هو تدرب هوية فالمحاكاة بتجيب التناغم والتناسق والاتساق بين الفرق العاملة ما فيش مناورات وهنا لما أتكلم عن مناورات ومناورة ومحاكاة بلاش دائماً يروح تجاهنا لمناورات الحريق مناورات الإخلاء هذي جزء من القصة بس يعني أنا أعطيكم مثال وأنا في ماليزيا وحتى الآن مثلاً في الجامعة حفلات التخرج إلها نوع من المحاكاة بنسميها باللغة الإنجليزية rehearsal يعني تمام قبل كم يوم كان عنا ويبنار لقاء دولي إلكتروني ما بين جامعة في ماليزيا ووزارة الصحة الماليزية والجامعة الإسلامية ووزارة الصحة قبل بيوم وهو على الزوم زي ما هو هنا الآن اعملنا مناورة اعملنا تجربة خلينا نقول بيننا وبينهم جعدنا نص ساعة تقريباً اعملنا السمينار كأنه بدوين أعمل وتلافينا بعض الأخطاء وبعض المشاكل التقنية والفنية وبعد هيك رح ننفذناه بكل أريحية هذا التدريب زميلتنا عبير قبل أول لقاء اعملنا أنه وياها بروفا وقسنا كل شيء قبل بيوم متأكدنا أنه الاتصال والتواصل صح الرابط بيشتغل إلى آخره من هذا الكلام المحاكاة عامل أساسي ومهم فيه كان محاكاة ومناورات سابقة العملية التخططية بلزم هذا الموضوع بتبني عليه أنه الأمور متناغمة ومتسقة بشكل كبير طيب في عجالة زي ما أنتم شايفين أمامكو هذا السلايد خليني بس يعني أعطي شاشة كاملة هذا عنوان يمكن بالانجليزي قد يبدو للبعض أنه يعني معقد شوية بس أنا دائما بحب أن أسأل هذا السؤال يعني لو ترجمتوا هدول المصطلحين حتلاقوا على يعني باللغة الإنجليزية حتلاقوا العنوان المعنى واحد طوارئ طيب إيجي الفرق بينهم معقول الكنتنجنسي زي الإمرجنسي خليني أنا سريعا عبر الشات بديش أنا أفتح المايكات لأنه حياخد وقت كتير اللي حابب يعني يعطيني بعض الأجوبة ماشي مختلفة بس طب مختلفة كيف يعني في زميلتنا دكتورة ختام بتقول إنه مختلفتها في دكتور أيمن برضو بقول إنه لا إيش الفرق بينهم خطر دائم ووقتي إيش فيه كمان بشكل عام يا دكتورة ختاموا الكلام الجميع إيش الفرق بين الاثنين من حيث المفهوم من حيث المنهجية زي ما أنتوا عايزين وبدأنا حاجة أقول لكم ليش بدأنا نحكي لغة جيدة في زميل محمد أبو جرنبو واحد أعم من الأخرى هذا كلام صحيح طيب عشان أنا ما طولش عليكم عشان فيه لسه يعني لازال فيه مادة دسمة شوية لقدام طلعوا علي الكونتنجنسي والإمرجنسي الاثنين منهجيات للتخطيط باتجاه الطوارئ والاثنين كمان مرة الاثنين معناهم طوارئ ولكن الإمرجنسي أشمل في المنهجية والمفهوم من حيث الأخذ بنظر الاتبار للأخطار من الكونتنجنسي وكل واحدة منهم بتتوافق مع مؤسسة بعينه أو مجال عمل بعينه بمعنى مؤسسة زي البلدية طبيعة خدماتها واضحة المعالم طول الوقت بتقدم خدمات مية وصرف صحي ونظافة وإلى آخره في الأخطار اللي بتوجهها عادة بتتعامل معها البلدية بشكل أساسي الفيضانات وبعض الأشياء الأخرى زي التلوث زي يعني بعض الأمور فلما تيجي تخطط بنفعشة تخطط بتخطط بتخطط يعني بتخطط بطريقة ضيقة يعني يعني بتتعامل بشكل أعام وأشمل مع أخطار متوقعة وواضحة المعالم تقريبا يعني ما بتتعامل مع إشي مجهول تمام مع زلزال يمكن يحدث وممكن ما يحدثش مثلا الكونتنجنسي كمان أنا يعني بكتير بحثك بالمؤسسات دولية واشتغلت مع المؤسسات دولية ولا زل كل المؤسسات الدولية لما تسألها بتقول لك كونتنجنسي بلان إحنا عنا كونتنجنسي بلان إحنا عنا خطة الطوارئ محددة ليش مجال عملهم محدد والأخطار اللي بيتعاملوا معها واللي بيحسبولها محددة مجال عملها إغاثي الأخطار اللي بيتعامل معها لما يصير كارثة إنسانية لما يصير حرب لما يصير أقول لكم حتى يعني على مستوى المؤسسات الدولية مش كتير لأنها هي في مستوى التدخل التالت تقريبا مش كتير بيفرق معها إيش نوع الخطر ولا بيفرق معها تعرف أقديش مساحة المنطقة اللي حتغمرها الفيضانات إلا من بعد واحد البعد الخدمات يعني المؤسسة بدها توفق يكون عندها مخزون طارق من المواد الغذائية وغير الغذائية يكفي ل عشر تلاف أو عشرين ألف نسمة على سبيل المثال تمام الآن هي بس بدها تعرف هو حيصير عشرين ألف أو تلاتين ألف اللي حيغرقوا اللي بيستحقوا المساعدة ولا هم بس خمس تلاف ولا أربع تلاف من هذا المنطق بتفكر أما كمؤسسة مش هيفرق معها المياه قديش غمرت ومين غمرت بقدر ما هو بيفرق معها نوعية أو كم من ناس اللي حتتعامل معهم وكم المساعدات المطلوبة انتبهوا رجاءا للأبعاد اللي أنا بحكي فيها تمام هذه اللغة اللي احنا متكلم فيها مش لغة رائجة في البلد الكل في المؤسسات الدولية بتكلم عن الكنتنجنسي بس ما بيعرفش إنها بتفرق عن الامرجنسي الكل بتكلم بمنطق يعني أنا قبلت زملاء كتير بيطبقوا بيجوا بيعملوا ريسك ماتريكس حنيجي عليها كمان شوية بيعمل مصوفة مخاطر مؤسسة دولية بتعمل مصوفة مخاطر الزال والفيضان والمش عارف إيش يعني ما في داعي لكل هذا الكلام أنت كمان مرة اللي بيحدد هذا الكلام الخطوات التخطيطية ودراسة المنطقة اللي بتتناغم وبتتماشى مع نطاق عملك أنت كمؤسسة أنت إيش بتقدم خدمات بتشتغل على هذا الأساس اللي بيحركك رؤيتك ورسالتك في الأوقات الاعتيادية وإذا بدك تضيف بعض الأشياء والخدمات لشغلك لو حصل طارق ما اللي دائماً بيفكر بالمنطق الشمولي بمنطق الإميرجنسي الحكومة حدا زي مثلاً المركز الوطني للكوارث والأزمات للأسف احنا مش فاعل كتير عندنا هذا المركز لكن في دول برة المركز الوطن لأزمات والكوارث عامل خارطط طريق واضح على كل الأخطار اللي ممكن تضرب البلد ووين وكيف وبطريقة فنية ومنهجية زي ما حكينا في المحاضرة السابقة العناصر الفنية والعلمية والإدارية كلها ما خدها بنظر الاعتبار وبتصرف على هذا الأساس وبنطلق من هذا المنطلق تمام؟ من هذا الباب أنا بنصح في بلدنا بشكل عام في غير المؤسسات الحكومية دائماً روح باتجاه الكنتنجنسي على مستوى البلديات روح باتجاه الكنتنجنسي على مستوى بعض الأجهزة داخل الحكومة ممكن تشتغل على مستوى الكنتنجنسي مش على مستوى الاميرجنسي أنت بتخطط لكل البلد آه بدك تشتغل على مستوى الاميرجنسي تشتغل على النطاق الوطني تمام؟ حقا المستوى القطاعي يعني مثلاً جسم زي سلطة المياه أو مصلحة مياه بلديات الساحل اللي هي بتمثل عندنا كل البلديات في قطاع غزة هي بتشتغلش على الاميرجنسي رغم أنها بتنثل قطاع كامل بتشتغل على الكنتنجنسي لأن الأخطار الموجودة واللي هتواجهها محددة ومعروفة والخدمات اللي بتقدمها محددة ومعروفة إحنا دائماً نروح للاميرجنسي لما نروح للأشياء اللي يغلب عليها عدم التحديد اللي يغلب عليها أنها مش معروفة مش محددة مش واضحة المعالم ممكن يحصل كذا مش ممكن يحصل كذا المتغيرات فيها كثيرة تمام؟ القطاع الصحي على أهميته ورغم أنه مستجيب أول مصنف في كل دول العالم الدفاع المدني والقطاع الصحي مصنف مستجيب أول لأنه بيشتغل كمان مرة في انقاذ الأرواح تمام؟ إلا أنه في الغالب بيشتغل على الكنتنجنسي لأنه بيشتغل على ما له علاقة بالقطاع الصحي ملوش علاقة بأشياء أخرى يعني مثلاً حنيجة عليها الفيضان إشي مهم جداً بالنسبة للبلدية بالنسبة للوزارة الصحة لا يعنيها شيئاً بس يعنيها جزئية واحدة بتقدر تشتغل هتغرق مستشفيات ولا مش هتغرق مستشفيات هتفقد أصول ولا مش هتفقد أصول هيتعذر وصول الخدمة لناس في مناطق فيها فيضانات ولا مش هيتعذر عدا عن ذلك مش كثير بفرق معا أنا مؤخراً كنت ضمن فريق عمل كونتنجنسي بلان لمستشفى الشفاء كان ما قبل الجائحة إشي له علاقة بقطاع المياه الصف الصحي الخاص بالمستشفى وكان معاي زميل بشتغل على زميل الطبيب تمام اشتغلنا لهم كونتنجنسي ما اشتغلنا مستشفى الشفاء المستشفى رقم واحد في قطاع غزة أكبر يعني المستشفى المركزي في كل الخدمات الصحية اللي بتخطر على بالنا وبيستقبل كل يوم آلاف المرضى ورغم ذلك اللي بيمشي مع الكونتنجنسي الحجم مش كثير بفرق بفرق أكتر في الإميرجنسي أنه أنت كمان مرة بتشتغل مع كل الأخطار ولا مع خطر بعينه ولا مع قطاع بعينه تمام أرجو أنه النقطة والموضوع كان إن شاء الله واضح للجميع ولو في حدا في زميل زميل بلال اللي بسلم بسأل هل الأونرواب تشتغل على الكونتنجنسي يا بلال زيها زي باقي المؤسسات الدوية على كبرها وحجمها لأنها برضو بتتعامل بمنطق إغاثي وبمنطق وسكوب أو نطاق عمل واضح الملامح طيب الآن في كتير من الكلام حتى عنا في بلدنا صار مؤخرا عن مصفوفة المخاطر وإحنا يعني مر علينا هذا المفهوم في لقاءات سابقة تمام مع زميلنا سعيد لو تذكرون الآن اللي أنا بدي أقوله في مصفوفة المخاطر أي حد في العالم عشان تكونوا عارفين مش هيواجه صعوبة لو كان عنده بعض المعرفة البسيطة أنه يعمل مصفوفة مخاطر مصفوفة المخاطر أداء إدارية بتستخدمها شركات شركة بسيطة بتقدر تعمل مصفوفة مخاطر وتشوف إيش التأثير وإيش إحتمالية الحدوث لحدث معين قدش بيخسرها فلوس قدش بيخسرها فرص قدش بيكسبها فلوس قدش بيكسبها فرص فمصفوفة المخاطر مفهوم كتير بداي وبسيط اللي أنا حقيقة يعني من خلال القراءة والبحث وصلت إلى أنه وأنا بالمناسبة يعني درست الطلاب في الجامعة مصفوفة المخاطر وأخذت معهم تطبيقات وتوسعنا فيها كثيرا لكني أرى أنه الإطار العام اللي حددته للفيدرالية الأمريكية الفيما اللي هي Federal Emergency Management Agency هو أكثر الأطر ملاءمة لتوضيح وتعريف شكل وحجم الخطر بشكل عام وكمان شغلة المصوفة المخاطر يمكن أن تكون أداء إدارية الإطار هذا مش إطار إداري وهنا فيه فارق الإطار الإداري بيظل إداري هذا إطار فني وعلمي أكثر شمولية تمام بمعنى بعطي تحديد وتعريف للخطر كما ونوعا مش بس وصفا وإشي نوعي وإشي يعني إن شاء لا بعطيك بيحدد لك الحجم بيحدد لك الشكل بيحدد لك كل تفاصيل الخطر ومكوناته بشكل واضح ممكن يكون للأمر بعد هندسي ممكن يكون بعد فني ممكن يكون إلو أبعاد أخرى كلها واضحة الملامح بيساعد في موضوع تقدير وتصوير الأحداث الخطرة اللي هو موضوع السيناريوهات اللي حكينا عنه في السابق تمام تحديد وتقدير العناصر الواقع تحت الخطر داخل وخارج المنشأة أو المكان أو الموقع سمه ما شئت تمام بيعمل حصر شامل وواضح ضمن دراسة واضحة للعناصر الواقع تحت الخطر اللي هي في قصتنا في الغالب السكان أو الناس والأصول أو الأسيتس أو ما شابه طبعا الأصول ممكن تكون مباني ممكن تكون بنية تحتية ممكن تكون أشياء كثيرة تمام الآن كمان شغلة تقدير الأضرار البشرية والمادية المتوقعة أنت بنفعش تتخيل سيناريو لخطر محتمل أو كارثة معينة وما تتخيلش قديش حتخسرك ماديا وماليا ومعنويا وبشريا وعلى كل الأصعدة تمام فأنت لازم كجزء من التصور والتخيل تبعك إنك أنت تقدر إيش الأضرار البشرية والمادية المتوقعة ضمن هذا الإطار تمام وهذا الأمر هذا الإطار ومصفوفة المخاطر افهمها كويس بس بهمني أكثر تفهم كيف توظفها مش ما تكونش بين قسين هيك ببغاء كل ما حدا كلمك مصفوفة المخاطر كل ما حدا حكى معك لا الإطار العام لا إنت متى ما لزم الأمر طبق روح لهذا الإطار متى ما شفت إنه مصفوفة المخاطر بتمشي معك بترسم لك على أمثلة بسيطة بتشرح هذا الموضوع بشكل يعني أكثر وضوحا هاي أمامكم مصفوفة مخاطر أنا عمليلها مثال وحنمشي عليه مع بعض وورجيكم الفروقات بين كل مثال وآخر الآن لو عنا خطر اللي هو في قصتنا ممكن يكون زلزال فيضان كورونا طبعا في عامل أساسي ومهم في هذا الجدول قبل ما ندخل فيه برضو زي ما حطينا هنا دوي العلاقة هنا لازم تحط الجهة لما تحط الجهة بتقدر تشطب بعض الأشياء هنا أنا الآن بتكلم كإطار بعض أمثلة عامة تمام لكن لما تحط الجهة بتوضح الأمور بدقة وبتصير هذه الأداء يعني بتقدر تخدها هيك تطوعها فيه دك وتتورفها في التخطيط زي ما أنت عايز الزلزال في كل وبالمناسبة لما نقول زلزال أو فيضان أو كورونا أو أي أن كان هذه المصفوفة لو في أمريكا لازم يطلع معك نفس الأرقام ونفس الأشياء اللي احنا بنحكي عنها بس هذه الجزئية هي هذه اللي بتختلف وقد يختلف التكرار إنما التأثير لن يختلف مثلا التأثير تأثير الزلزال حسب عامل مش إداري حسب عامل فني اسمه رختر مقياس رختر من على مقياس رختر تحت الخمسة مش مدمر من خمسة لسبعة مدمر إلى حد كبير بعد السبعة كارثي بعد السبعة ولا ابنة بضل واجف تمام فالآن المحدد في الزلزال مش وين وقع مش غزة ولا الضفة ولا مش عارف مين المحدد في الزلزال قدش على الاختر قدش مقياس رختر يعني محدد فني مش محدد إداري طبعا لا شك واحد يجي يقول لي ما هو يا دكتور الهشاشة بتلعب دور والضعف بلعب دور الزلزال لو وقع في معسكر أو في مخيم من منازل أسبست ومنازل بسيطة ومتوضعة غير ما يوقع وسط مدينة التصميم بياخد بنظر الاعتبار الزلزال البنية التحتية قوية آه هذا عامل إضافي ممكن تضيفه ولكن ولكن هذا عامل ثانوي بالنسبة لرختر رختر رقم واحد فعليا لو صال الزلزال في منطقة جميع السكان بتأثر وكل المباني بتتأثر التأثير هنا معياري يعني من واحد لخمسة خمسة يعني مية في المية المقصود تماما يعني تأثير كبير جدا أو عالي التكرار أكم مرة حال في زمن معين يعني في العشر سنوات الماضية خمس مرات سيصير هنا بعد الثلاثة في العشر سنوات الماضية حصل مرة واحدة بصير ياخد واحد أو اثنين في قصتنا في غزة وفي الضفة الغربية بشكل عام إحنا ما صارش عنا الحمد لله زلازل إحنا عنا صفر أصبحت المخاطرة بالنسباننا خمسة من خمسة وعشرين لأنه خمسة وعشرين ليش؟ لو كان هذا الرقم خمسة وهذا الرقم خمسة فالأصل يكون المكسيمم خمسة وعشرين والمينمم هنا خمسة أو صفر زي ما تحبه تمام؟ هنا طبعا آسف هنا التأثير أنا آسف غلط ما عليش سمحوني هو خمسة في صفر فبطلع صفر بطلع عشر خمسة المخاطرة هنا بتطلع صفر اللي هي يعني ما فيش مخاطرة في الفيضان أنا متعمد أحط لك عشرين في المية من السكان ثلاثين في المية أنا بحاول أوديك دايما للأمور الكوانتيتيتف وتروح للأمور الرقمية تحاول تخلي تطور مصروفة المخاطر بدل ما هي إشي إداري وبس بيرتب أولويات يقولك تدخل في الفيضان ولا في الزلزال ولا في الكورونا يعطي صبغة فنية منطقية مليئة وثرية بالمعلومات مش عالي متوسط كبير صغير لاحظوا أنا مش كاتب بالمرة عالي مع أنه موجود لو اطلعتوا في المراجع والمصادر هتلاقوا أنه فيه ناس بيقولوا عالي متوسط خفيف بيأخذوا هذه الأشياء اللي هي موضوعية أنا بحاول دايما أروح للأشياء الكمية لأنه دايما الأرقام أسهل في التعامل من أي شيء فأنت لازم تحدد هنا العناصر الواقعة تحت خطر الفيضان قديش من السكان قديش من الأراضي قديش مساحة الأراضي اللي ممكن تغمر عشرة في المية عشرين في المية خمسين في المية إذا بدك تروح أداق عشرين ألف نسمة خمس طلاف نسمة تروح أداق ميتين أسرة تلاتمئة أسرة تروح أداق خمسمئة متر مربع ألف متر مربع وهكذا البنية التحتية الأراضي الزراعية المناطق المنازل هذي كلها مسميات بحاجة دايما أنك تحط لها أرقام واضحة المعالم طيب هانا التأثير لاحظوا اللي هو لما تحط الجهة بتفرج بيفرج معك الرقم الدفاع المدني يمكن ما يهتمش كتير بالفيضان متوسط تلاتة اتنين ضغم أنه أنا متأكد أنه في زملاء في الدفاع المدني عدنا في غزة حيجي يقولوا لي يا عمي إحنا بنتدخل إحنا في الفيضان إحنا بنغرج إحنا بنروح مع الناس مين قال لك إنه هذا شغل مين قال إنه الدفاع المدني رقم واحد في الفيضان لا رقم واحد رأس الحرب في الفيضان البلدية ولا أي مصد البلدية قبل كل شيء حصل عنا في كوارث استثنائية زي أليكسا دخلت مثلا الأجهزة العسكرية والفصال العسكرية لأنه الفيضان كان شاسع وعارم وكان مفاجئ وكبير هذا حدث خاص بشكل عام وبنمط الفيضانات اللي بيحصل عنا ما كان حقيقة في الأيام الماضية حصل عنا شوية يعني أمطار وفيضانات في بعض المناطق ولقيت كل الناس بتكلموا في الموضوع للأسف بطريقة نوعا ما مش فنية وما بفهموش كتير في أمور الهندسة يعني فيه علم في الهندسة المدنية اسمه اللي هو السيطرة على الفيضان يعني حاولوا رجاء في هذه الأمور اتركوها لناس بتعرف في هذا المجال فيه أخطاء تصميمية أنا ما بدافع عن المهندسين فيه أخطاء أنا أنا مستشخصي درست بعض البلديات وبعض الأماكن وجدت فيه خطايا مش أخطاء في التصميم لكن كمان فيه عوامل أخرى إحنا بنحكي فيها كمهندسين إلها لغة ونغمة مختلفة على كل لاحظوا في التأثير البلدية بنسبة لها أربعة وخمسة شغل البلدية الفيضانات وزارة الصحة ما فيش يموت إذا الوزارة بدها تهتم فمن باب مثلا صار فيه أمراض ما صارش فيه أمراض موسم شتا مش عارف أشيء من هذا النوع عندما يبقى الأمر ثانوي طبعا التكرار كل سنة بصير فيضانات تقريبا أحيانا بشكل محدود وأحيانا بشكل واسع لكن تقريبا كل سنة فالتكرار عالي بالتالي المخاطرة الدفاع المدني 12 من 25 ما وصلش علامة النجاح يعني ما أخدش 13 من 25 البلدية من 16 إلى 20 ما أخد مش نجاح ما أخد امتياز الوزارة صاقطة في الامتحان 4 إلى 8 ما لهاش أي علاقة ممكن ما يكونش لها أي علاقة أو أي تدخل في الفيضان طيب الكورونا حتشوفوا أنا معمد في اختيار الأمثلة اللي بتعطي أبعاد من واحد لواحد بتختلف كورونا بيأثر على جميع السكان لاحظوا أنه ما بيأثر على الأصول ما فيش مبنى وقع بسبب كورونا ولا مبنى غرق بسبب كورونا ففعلياً ما فيش تأثير إنما لاحظ التأثير في الدفاع المدني لازال الموضوع متوسط زيه زي البلدية كتير بيقتربوا من بعض ليش والله في منطق التأثير قد بعض التواقم تمرض وتخرج عن الخدمة في عبئ تكريف لأنه صار فيه سبل وقاية بدك توفر كمامات بدك توفر معقمات بدك تتحرك بطريقة مقننة تعيد ترتيب أوراقك فنوعاً ما التأثير من اثنين لثلاثة لا يعدوا عن ثلاثة البلدية نفس الموضوع بدها بعض البروتوكولات الخاصة بموضوع النفايات الصلبة مثلاً حتضطر تطف في بعض الخدمات يعني بتتأثر كبلدية كقطاع خدماتي لكن وزارة الصحة علامة كاملة خمسة من خمسة لأن وزارة الصحة زي ما احنا شايفين هي المتأثر الأول والأخير وهي اللي بتتحمل عبئ الاستجابة في مجال الكورونا عشان اللقاحات وعشان العناية الطبية والعناية المركزة والأشيال انتوا عارفينها بديش أكرران في التكرار كورونا أول جائحة بتمر علينا تمام هنا في بعد تخطيطي انتبهوا له جيداً لاحظوا في المخاطرة مش عالية يعني أعلى واحدة وزارة الصحة خمسة من خمسة وعشرين صح هذا الكلام قبل عشر سنوات بيكون هذه الأرقام صح لأنه ما كانش مر علينا كورونا مر علينا اليوم جائحة حتى لو التكرار واحد وزارة الصحة حضلها مش وزارة الصحة القطاع الصحي في الكوكب حيضلوا طول العمر مأسور بتجربة كورونا ويضلوا يجهز ويرتب ويعمل لقاحات ويحاول يقوي القطاع الصحي يحاول يزود عدد الأسرة في العناية المركزة لأنه احنا بتتذكروا في أول اللقائج قلنا التعليق التعلم من التجارب القاسية مش عند الجميع لكن قطاع الصحة تعلم كان في تجربة قاسية وطبعا الكوكب هو له تعلم لكن الشاهد أنه تعلم بقصوة بشكل واضح ودقيق ومنطق ملايين الأرواح اللي أزهقت وخسرناها عمستوى العالم بمنطق الستين أو السبعين مليون مصاب اليوم تقريبا وصل العدد عمستوى العالم إلى آخره فلي أنا بدي أقولكم إياه هيني أنا أخطت الأرقام ضربت التأثير بالتكرار طلعت المخاطرة طلعت خمسة يعني أنا مش لازم أخطط للجائحة كوزارة الصحة هذا الرقم مش غلط لكن هذا الرقم توظيفه خطأ أنا لازم أتطلع بطريقة مختلفة على الأرقام أنا لازم أقرأ الأرقام صح مش لازم بس أتعامل مع الأرقام على إن هيك أرقام مجردة لا أنا بتعامل مع الأمور بشكل واضح ودقيق تمام في حدا من الزملاء بتكلم أنه لو ضفنا للمصفوفة مثلا الداخلية أنا ما أضفت لكن ممكن جدا إنها تأخذ أرقام مختلفة بس أنا حاولت أحط ثلاث أو أربع أخطار مختلفة عشان نفهمها بوضوح في جملة تحت بحاول ألفت عنايتك وإلها اللي هو التوظيف الإداري والفني والعملي هذه المصفوفة مش دائما وركبل مش دائما قابلة لأني أعتمد عليها لو أنا اشتغلت على مثلا ك شرطة مرور أنا كنت جهاز شرطة السير والمرور وجيت بدي أعمل المصفوفة هذه على المشاكل والكوارث اللي أنا بعاني منها كقطاع مروري قطاع المرور احنا بنعرف همه وشغله الشاغل حوادث السير هي اللي بالنسباله بتشكل عبئ تمام وهي أصلا اللي عساسها قائم كل موضوع الترخيص والتأمين والكذا عشان دائما نحد ونستخدم الطريق بطريقة سليمة وآمنة وعشان ما يصيرش حوادث فأصبح هو عارف شغله ليش يقول يعمل مصفوفة ما فيش داعي أصلا يعمل مصفوفة لأنه حتطلع النتائج عنده واحدة تمام في حدا بده يتعامل مثلا مع منشآت خطرة زي في شغل الدفاع المدني زي محطات الغاز محطات الوقود على سبيل المثال ووالى آخر وبالمناسبة كمان أنا شفت حديثا كتير كلام كان بتكلموا الزملاء عن خزانات الوقود خزانات السولر اللي مرتبطة بالمولدات وبآخره تمام ومضخمين كتير الموضوع لأنه طبعا بتناول الموضوع بطريقة مش فنية وبفكروا السولر أو الديزل زيه زي البنزين في الاحتراق والانفجار والقصص هذه وهذا والله كلام خاطئ مئة بالمئة أنا ما بقول إنه السولر آمن ونعوم في بحر سولر تحت البنائية مش خان القصد لكن ما بنفع نعامل السولر زي البنزين خزان السولر من الصعوبة بمكان إنه يحترق من المستحيل إنه ينفجر تمام فلما تلاقي تنك سولر محطوط جنب مولد كهرباء ضخم تمام ما تكونش كتير هيك سنستيف ومية خوف قد ما تشوف خزان بنزين مش خزان قلن بنزين في البيت أبو العشرين لتر أخطر من تنك سولر عبارة عن ألف لتر لأنه هذا متطاير قابل يعني ممكن يتسبب في مشاكل وانفجارات لو يعني صار حدث ما بينما السولر آه مادة قابلة للاشتعال لكن إلها ظروف خاصة بتحكمها على كل في ذات المصفوفة منشآت تمصن نفاح في كل دول العالم وفي تصنيف واضح إلا هنا منشآت خطرة إيش بدك في مصفوفة المخاطر تلزم كاش ليش لما تعرف المنشآة أنها منشآة خطرة ما هو المواصفة الهندسية والفنية قيلة لك إيش يعني خطر بمنطق المادة المخزنة المادة اللي بتم التعامل معها قابلة للاشتعال ولا قابلة للانفجار إلى آخر من هذه المسميات في الموضوع أنا فني بحث ما نوش علاقة بالإدارة تمام لما تيجي أنت كمصمم مهندس مصمم بدك تشتل مع الفيضان ما لكم المصفوفة لن تضيف لك شيئا الفيضان في طريقة تصميمية وهندسية واضحة المعالم كيف تعمل تمام أنا هذا الكلام أعيد لكم المثال اللي حكيته في السابق أنا سيارتي أو سيارة أي حدا لما بخرب فيها البريك بدأوا دعمل مصفوفة مخاطر وأحسب الأخطار الناجمة عن لو أنا مشيت وما استخدمتش البريك إيش بده يصير هذا كلام ساذج بصراحة أنا بكل بساطة بتصل على الميكانيكي بيقول له اسمع البريك عندي فيه مشكلة تعال صلح لي خلصنا ولا قد أعملها مصفوفة واضحك على نفسي واضحك على العلم وعلى الميكانيكا تمام تعاملوا مع الأمور بهذا المنطق بالمنطق الشمولي ما بنفع تيجي تطبق شيء أو أداة معينة أنت هيك قرأتها في مكان تطلع عليها في منطقة معينة لا شغل عقلك وشوف التطبيق المناسب لهذه القصة تمام هذا إشي مهم وأساسي حقيقة في هذا العلم بديش أنا يعني أنا كتير استهلاكت وقت في هذا الجزء لكن صدقا أنا رأيت وشفت كتير من الزملاء والأصدقاء والعمل في داخل البلد عندنا بيعطي أمثلة مشوهة بصراحة عن مصفوفة المخاطر بيعطي توظيف غير دقيق وغير علمي لمصفوفة المخاطر تمام مصفوفة المخاطر تبقى مصفوفة إدارية أنا أنصح بأنها دائما لو استخدمت على المستوى البلدية عن مستوى بعض المؤسسات المحلية والدولية ممكن تطلع لها بعض الأشياء ولكن بفضل دائما نروح للشق الفني أي متى ما استطعنا قديش فيه تفسيرات فنية وصفية دقيقة واضحة نروح لها خلق القلاع وإذا كانت بتوديك لنتائج انت عارفها بالضرورة ما فيش داعي تروح لها أصلا طيب الآن هاي كمان توظيف بسيط للمصفوفة لو إحنا بنحكي عن أمطار وفيضانات هاي سيناريو متوقع بهذا الشكل هطول أمطار غزيرة بشدة عالية لفترة زمنية طويلة دون انقطاع بتأدي لحدوث فيضانات طبعا بإمكانك تروح أكتر في الطقس وتقول قديش نسب التساقط قديش معدل قديش الانتنسيتي تبعت المطر إلى آخره تمام وتصدق هذه الأرقام قدر المستطاع مثال لو أنا كنت بلدية مثلا أنا هاي كمان مرة هذا الموضوع ينقص أكتبهانا مين الجهة إذا كتب مين الجهة تتضح الأمور بشكل أكبر تمام فالآن اللي أنا بدأ أقوله قابل مثلا ثلاث أشهر وهذا قابل للعمل زمنيا لأنه إحنا دائما البلديات مثلا بتبدأ تجهز وتستعد قابل يعني في موسم الصيف مش في موسم الشتاء بتنظف المصارف بترتب الأمور بتجهز بعض الأشياء بتعمل توعية إلى آخره تمام لو كانت مؤسسة محلية حتشتغل على الأشياء هذه تعمل دراسة تقييم احتياج تعمل قصائم شرائية تعمل تمويل هذا بنفع على مؤسسة محلية بنفع للبلدية تمام وفي ذات الإطار خلينا أمرر مسج بسيطة دائما بنسمع قبل الشتاء بشهر عشرة مثلا الشهر الماضي أو اللي قبل وبتسمع البلديات أتمت الاستعدادات لموسم الشتاء لا مش عارف إيش هذه الجملة الفطفاضة تعطي انطباع للمواطن إنه الدنيا رائعة وإنه البلدية يعني جابت الدين من ديله مثلا كويس مع كل الاحترام والتقدير لاستعدادات البلديات وأنا بالمناسبة من الناس اللي بيحتكوا بالبلديات جدا وأنا واثق إنه البلديات حقيقة في بلادنا مظلومة جدا من المواطن على الرغم من تردي الخدمات عشانا يعني يقول الصورة ككل لكن حقيقة أنا بشوف قديش البلديات بتكون في مواجهة كل شيء عن ما يحصل طيضان أو مطر وبتتبهدل وتواقمها بتغرج قبل الناس ولكن اللي أنا بدأ أقوله بنصح الزملاء في البلديات لما يجوا يتكلموا عن استعدادات يقولوا في إطار إمكانياتنا إحنا والله استعداداتنا وخليهم يا سيدي شوي تفاصيل إحنا استعدينا نظفنا المصارف عملنا حمل التوعية يعطونا إيش الخطوات اللي عملوها ويا جماعة يا سكان رمالة يا سكان غزة زي ما أنتوا عايزين إحنا استعدينا في إطار في إطار أمطار وعواصف اعتيادية إذا حصل أجواء عاصفة شديدة العاصف فيمكن إحنا نقع في مشاكل ما يمنع أنك إنت تكون موضوعي ومنطقي وطعطي الناس المعلومة كما هي قلهم إحنا هي إمكانياتنا أنا بستغرب يعني حتى أنا قبل كميوم كنت أنا في نقاش وكنت بنصح الزملاء في وزارة الصحة دائما عندنا الإيحاد في غزة الأمور تحت السيطرة إحنا ما فقدناش السيطرة الأمور لازالت يعني كويسة آه في مؤشرات خطر لكن إحنا قادرين أنا بتفهم أنه المسؤول مش حابب يخلق حالة من الذعر عند المواطنين ولكن المصداقية تقتضي إذا كان الوضع كارثي يقفوا بقولي الوضع كارثي وإحنا أنا هنا بدأ رفع الرأي البيضة إيطاليا دولة عريقة عمرها 7000 8000 سنة في الموجة الأولى ويقفوا المسؤولين وقالوا إيطاليا فقدت السيطرة إحنا يا جماعة ضيعين إحنا ما لا نملك إحنا خسرنا الحرب مع الفيروس طلعوا بكل وضوح وقالوا هذا الكلام وهي إيطاليا هيها عايشة والمسؤولين موجودين ومحدش اتهم حدا بإنه هو يعني ما بفهمش أو ضيع الناس زي ما عنا كثير من المسؤولين مأسورين خايفين حدا يقولهم أنتوا ضيعتوا أنتوا سويتوا أنتوا كذا يعمي المصداقية وإن كانت مكلفة والصدق وإن كان مكلف أفضل من الوهم المغلف أو الهروب من قول الحقيقة يعني أنا بديش أقول أنه كذب لكن لا في أحيان معينة بيحس المسؤول أنه العلومة يعني صعبة ويعني شائكة ومش عارف إيش بخاف يقولها للمواطن فالمواطن بصير عنده معرفة غير دقيقة بما يحصل على كل هذه الإجراءات قبل وأثناء وبعد تتنوى أنا وضعتكم إياها كأمثلة قابلة للتطبيق لأي مؤسسة بتحب تطبق هذا الكلام أنا بس حطيتها من باب المثال طيب وهذه هيكلية مقترحة لو مؤسسة حابة تشتغل عليها تستطيع أنها تشتغل عليها بكل وضوح وبكل سلاسة تمام وهذا الهيكلية قابلة للتوسع أو للتقلص وأنا بنصح أنا في موضوع هيكلية العمل من أعمل حدث أنا من أعمل خطة طوارئ بعض المؤسسات تجي بتقول لي اعمل لي بس على قد حدث معين كبير أو صغير أنا مش مع هذه المنهجية أنت اعمل شوف أكبر حدث أصعب حدث ممكن تشتغل فيه وإعمل له هيكلية عمل كبيرة وإبدا قول في الحدث X كل هذا ضاوي في الحدث Y متوسط أو صغير بدي أطفي مش لازم متطوعين بديش إدارة متطوعين بدي أطفي هذه بدي أطفي الإدارة المالية أو بدي أطفي الأمن والسلامة زي ما أنت عايز لكن دائما فكر بشمولية وتكاملية وبعدين كون انتقائي إيش بناسب الحدث فعل الهيكلية اللي تناسب هذا الحدث تمام الآن إذا بدأ روح للمكونات مكونات الاستعداد عشان أنا مطولش عليكو أنا يعني حابب أعطي أعطي مساحة من الوقت للمناقشة فأنا إن شاء الله سأختصر وأنهي يعني في المكونات في soft components وhard components هذه مدرسة كل العالم بيحكي في نفس المنهجية الفعاليات ذات الوزن المالي الخفيف أو القليل بتكون soft وذات الوزن الثقيل واللي بتكلف الفلوس زي المعدات بتكون في المعدات في الاستعدادات الثقيلة هنا متكلم عن تدريب عن خطط عن أدلة إجرائية عن مناورات ومحاكاة إلى آخر وهنا متكلم عن بنية تحتية مشاريع كبرى معدات وأليات مخزون مالي مخزون طوارئ إلى آخر طيب في أنظمة الإنذار المبكر يا جماعة إحنا في العالم العربي عنا فقر مضقع في أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر لأنها بكل بساطة معتمدة على التكنولوجيا الحديثة وعلى التطور اللي موجود في العالم قديش عندك تطور قديش عندك هايتك قديش عندك أنظمة أنظمة التنبؤ وأنظمة الإنذار مبكر قديش أنت البنية التحتية ضعيفة إمكانياتك ضعيفة الإمكانيات التقنية ضعيفة قديش هذا الموضوع بيكون يعني ضعيف وبسيط وهي فكرتها زي أفكار اللي هي نظام الإنذار اللي بيحطه والكاميرات اللي بيحطه مثلاً أنظمة الإنذار والمراقبة اللي بيحطها محل عشان لما يصير سرقة يقدر يكتشف إلى آخر نفس الفكرة ونفس المنهجية لكن بتختلف من مؤسسة لمؤسسة حسب حجمها وحسب كبارها بديش أنا أسهب كثيرا في هذا الموضوع لأنه مرة ثانية مرتبط كثير بالهايتك هذه جزئية ومرتبط بأنه يكون لدينا تفكير يعني منظم باتجاه أنه يكون لدينا نظام إنذار مبكر منطقي ودقيق طيب هاي العناصر الأساسية معرفة بالمخاطر عندنا داتا بيز واضحة ومعلومة يعني قاعدة بينات واضحة في موضوع المخاطر عشان تقدر تبني أنظمة إنذار وتنبؤ كويسة عندنا قابلية استجابة تمام طبعا لاحظوا أنه هدولة يعني بيمشوا مع بعض يعني المعرفة بالمخاطر وجمع المعلومات وتقديرها تمام الآن بوضينا لموضوع الإنذار كيف نطور أنظمة المراقبة وخدمات الإنذار وإلى آخره كيف ننشر المعلومات بعد ما توصلنا يعني الإنذارات اللي بتوصلنا كيف نعملها dissemination أو نشر بين السكان وكيف نختار شكل الاستجابة المناسب بناء على الإشارات والعلامات اللي جاءتنا من هذا الإنذار هذه تكاملية من أربع عناصر هي اللي بتحدد أساس أي نظام إنذار مبكر ممكن نصمم أو نأسسه لبلدية لدفاع مدني لأي جهة ممكن تشتغل في هذا المجال هذا طبعا إشي يعني symbolic يعني بالـ samples يعني هاي عندك مثلا معرفة بالخطر بتعمل مراقبة وإنذار بتشوفك هذا لو نحكي عن فيضان كمية الأمطار الساقطة بتبدأ تنشر المعلومات عبر الميديا وتبدأ تشوف قابلية الاستجابة عندك إلى آخر من هذه الأشياء هذا المثال بسيط وسهل وموجود على فكرة أنا يعني هذا شكل أخدته من الكتاب اللي قمت على كنت واحد من مؤلفينه تمام وهو كتير بسيط ودائما الناس بالصور كتير بتتعلم أكتر من أي شيء آخر طيب الآن حفتح أنا المجال للنقاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعد مساكو جميعا عليكم السلام حياك الله يعطيك العافية دكتور عزام محاضرة رائعة وقيمة واستفدنا منها كثيرا وكان اسلوبك التوطئة اللي قمت بتقديمها كانت رائعة وكنت موفق في المحاضرة جدا أشكرك حياك الله دكتور في عندي سؤال بالنسبة لثقافة ثقافة الاعتذار في حالة الخطأ يعني من ناحية المسؤولين أو من ناحية الأمر أعتقد أنه عندنا الاعتذار يفسر كضعف وإحنا نحتاج في تحمل المسؤولية إلى ثقافة الاعتذار لأنه في الدول العظمى والدول الكبيرة شاهدنا كثير أنه في رؤساء وفي مسؤولين لما يخطئ في الشغلة أو تفشر المنظومة يقدم الاعتذار وهذا لا يقل المقدروه ولكن يزيد من احترام الناس له فبعتقد إيش السبب عندنا في هيك يعني كثير لأنه صار فيه دورات وفيه ورشاة عمل في هذا المجال والكل بأيد وبشارك بس فيش تطبيق ثاني الشغلة أنه إحنا عندنا المشكلة أنه إحنا نحتاج يعني لمؤسسة تقوم على التدريب بما يخص الإدارة الكوارث والمخاطر والإنظار المبكر والاستجابة السريعة أعتقد أنه إحنا عندنا كثير دورات وعندنا كثير يعني مؤسسات بس فيش عندنا مؤسسة وطنية مختصة بهذا المجال تمام يا ذكرافة شوف يا صديقي ثقافة الاعتذار ثقافة مجتمعية وثقافة مسؤولين تمام وهي كمال مرة زيها زي وعي المواطن تمبني بشكل مؤسساتي وبشكل تراكمي وإحنا للأسف الوضع المؤسساتي عندنا هش وضعيف ووضع الوعي المجتمعي عندنا هش وضعيف والمسؤول عندنا بيعتقد أنه حيدفع ثمن غالي لو اعتذر وحيجلد وحيعني تنصب له المشانق لو اعتذر تمام وللأسف أنه في مناسبات سابقة حصل في بعض المسؤولين عندنا اعتذروا عن بعض الأخطاء والمجتمع يعني جلدهم بشكل كبير كمان شغلة الاعتذار له توقيت في توقيت معين الاعتذار بنفع لكن كمان الاعتذار كيف نقول يعني كنا بنرتكب أخطاء أنا برتكب أخطاء وحضرتك وإحنا بشر يعني تمام لكن أحياناً بكون الخطأ جسيم جداً وكبير ومتجذر ومتشعب تمام فبصير اللي بدو يعتذر عنه مش واحد واثنين وثلاثة بدو يعتذر عنه فعلياً حكومة بكاملها بدأت تعتذر وتستقيل ومش عارف تمام زائد إنه إحنا عنا مناخ فصائلي لا يغلب عليه انتخابات والشعبي بقدر ما يغلب عليه التعيين فأمر طبيعي تشوف الوضع بهذا الشكل سؤالنا عن مدى فعالية وتفهم وانسجام المواطنين مع أسلوب المحاكاة للأزمات التي تعقدها الحكومات لمحاكاة وجود أزمة أو كارثة في العالم العربي تلاقي الوزارات المختلفة السؤال الداخلية والصحة عملت نموذج محاكاة أزمة الآن هل المواطنين في عالمنا العربي بتابعوا وبتفهموا بانسجام معرفي لهذه المحاكاة في مطالعة بسيطة قرأنا عن طريق عدة مقالات ودرسات وجدنا أن المواطن العربي ليس لديه أبسط يعني شريحة واسعة من المواطنين في العالم العربي لا يأبه كثيراً بمثل هذه المحاكاة التي تعملها الوزارات المختلفة لمحاكاة وجود أزمة لماذا؟ لأن هناك فجوة بين المواطنين والحكومات في معظم البلدان العربية لا يؤمن مثلاً بسلوك الحكومة تجاه قضايا البطالة وقضايا المعيشة والتنمية والمستدامة إلى آخره فالمواطن لما يشوف أن الحكومة عقدت هكذا محاكاة أمام المواطنين مع شعار المواطن المسبق أنه في الساعة الفلانية سيكون هناك محاكاة أزمة ستنطلق من شارع كذا إلى كذا لمحاكاة وجود عدد مصابين أو انهيار مباني أو وجود وباء أو كذا في منطقة معينة للأسف إن ما كانش هناك اتحاد ما بين اتحاد في شعورة المسئولية طبعاً ما بين المواطن والحكومة بتصبح عندنا أزمة أخرى وهي أزمة عدم الالتزام لا بالتعاليم الحكومية الخاصة بدرة الأزمة ولا أيضاً بوعي المواطن تجاه مصلحته ومصلحت المجتمع بتلاقي أنه فور ما تصير أزمة بصير فوراً كارثة بكون محذرين مثلاً على سبيل المثال بجمهورية مصر العربية إنه فيه انهيار مبنى بتلاقي آلاف مؤلفة حول المنطقة والشرطة بس بتبعد منهم ابعدوا عن المنطقة الإخلاقات وكذا إلا أنه فيه جاهل وكذلك ممكن إحنا في غزة في الجزائر في كثير من أخطار العربية بنعاني من أزمة الثقافة لها علاقة إنه الأزمة تكون أزمة عامة إنه نشعر جميعاً إنه هذه أزمة حقيقية ونتكاثب فيها حتى ننجح بينما بنشوف المجتمع الصيني لما حلت فيهم أزمة كورونا كيف كان اتحاد كبير وجداني ما بين الحكومة والشعب وتغلبوا المليار وثلاثمائة مليون على فيروس كورونا اللي الآن فيه يعني دول كبرى ودول ضعيفة حتى من عالم الثالث مثلنا بتعاني منها فهذه دكتور كبيرة جداً هذه مداخلتي كانت وضحة أخاني شكراً يا تكرافيا طلع لي أول إشي هو من جمهور فيه سؤال مهم من جمهور المحاكاة عشان نقدر نقيم جمهور المحاكاة إذا كان مجموعة من الموظفين اللي في الحكومة الحكومة بده أتدربهم على إشي معين هذه قصة إذا كان المقصود بالمحاكاة المواطن فهو مش قصة إنه أنا روح أبلل أتصل على المواطن أقول له بده يصير محاكاة في الحي مش عارف حي الشيخ رضوان في غزة لموضوع إخلاء مصابين لو سمحتوا تعاونوا معنا هذه مش محاكاة بهذه الطريقة هذا تحصيل حاصل لكن لكن لو كان فينا مطعام المواطن دائماً حاضر في خطط الحكومة ضمن إطار تشاركي واضح المعالم تمام وإحنا هنا مش بحاجة أن نخترع أطر التشاركية الأطر التشاركية موجودة ضمن إطار انتخابات بتودي بتضع أعضاء مجالس بلدية في أماكنها بتضع وزراء في أماكنهم بتضع برلمان في مكانه فبصف الموضوع صحي وواضح لكن إحنا نفتقر لهذه الثلاث مستويات فمهما عملنا غالباً المواطن برى الدائرة وبرى المشاركة الحقيقية فطبيعي جداً أنه ما يصير تفاعل أبداً أقول لك شغلة على الرغم من سوء هذا الأمر لأنه مثلاً أنا على حد علم كثير من المناورات حصلت في مدارس وكانت ناجحة حتى مع أنه كان التبليغ بالمنطق اللي أنا بحكت لكي قالوا في يوم فلاني بدأنا نعمل المحاكاة تعالوا كمان إحساس الناس بمدى الاستفادة من هذا الموضوع من هذا المحاكاة مهم وإليه دور كبير قديش بنقدر نوضح الأمر هذا قديش الأمور بتمشي بطريقة صح يسعد مساكا دكتور عزام حياك الله أخ كامل كامل زيد فضلك إن شاء الله بالنسبة لخطة الطوارئ هل تطبق المصوفات على جانحة كورونا في قطاع غزة لأنني أنا لاحظنا كثير في أمور يعني مش عارف كيف نقول لك يا أنا نبعد شوي هيك عن السياسة هل تطبق المصوفات على جانحة كورونا في غزة ما ليش دخل في العالم أنا بيشوف في قطاع غزة تطبق إن أنا بدي أشيل الخطر الموجود بدي أحاول أقل منه بدي أحاول أوفل للناس سبل العيش بحس إن أنا الأمراض المنقولة إحنا مقبلين على شتاء فضلها دكتور كمان مرة في نطاق العمل واضح المعالم لما تكلم عن خطر فني صحي زي موضوع الفيروس اللي بيحكوا فيه بشكل واضح وزارة الصحة والأطباء والقطاع الطبي هذا إشي واضح المعالم إنت يمكن بتحكي عن بعض الانعكاسات ذات الأبعاد الاقتصادية ذات الأبعاد السياسية إلى آخره تمام هذه أشياء أخرى هذه تابعات إنما تطبيق المصفوفة على جائحة كورونا من خلال وزارة الصحة هذا إشي بالمرة مش عملي الخطر واضح المعالم طريقة الانتشار واضحة طريقة العدوى واضحة طريقة التعامل معاه واضحة سبول الوقاية واضحة فمش شايفها بالمرة يعني في إطارها الصحيح إنما التبعات قابلة بشكل ثانوي خلينا نقول للترتيب وللتأطير ضمن إطار مصفوفة محددة يمكن بقدرش أسميها مصفوفة مخاطر بقدر ما أسميها مصفوفة أخطيطية مكونة من مستويات زمنية متدرجة بتحط لكل للمرحلة قصيرة الأمد متوسطة طويلة الأمد هيك بكون التفكير أشمل وأفضل باعتقادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله حياك الله سيدي دكتور بالنسبة لمؤسسة وطنية تختص في التدريب على الكوارث وإدارة الكوارث وإدارة المخاطر هل تعتقد هي هي مطلب وطني أم نكتفي بالدورات والإدارة الكوارث والوحدات الكوارث الموجودة في المستشفى هذا في الوزارات وفي المؤسسات شكرا والله أنا قناعتي البسيطة والمتوضع بتقول أنه موضوع إدارة الأزمات والكوارث وأبعاده الفنية والإدارية بحاجة للنشر بحاجة للنشر بشكل واضح بحاجة لوضع أطر واضحة وسليمة بحاجة للطاقم عنها بحاجة لتدريب وبحاجة لترتيب بشكل واضح لكن مش دائما يعني يطرح بالطريقة العلمية وبالمنهجية المناسبة إنما قد ما نقول إنه إحنا يعني تعلمنا من كوارث سابقة لازلنا بحاجة لكثير من العمل وكثير من التأهيل والتدريب في هذا المجال وبشكل تخصصي وكمان على مستوى مؤسساتي مؤسسة مؤسسة وزارة وزارة وعلى مستوى تكاملي العمل ما بين المنظومة المتكاملة وما بين الوزارات والجهات العاملة يعطيك العافية دكتور أنا سؤالي بالنسبة للبلديات عندنا هل هناك توأمة يعني بالنسبة فيما يتعلق في موضوع الكوارث والأزمات مع دول تانية يعني بحيث إنه يعني ننقل الخبرات عندنا في غزة ولا فيش منه شكرا تمام أخي شادي ممكن أنا جاوبت على السؤال هذا في العام بس يمكن حضرتك ما تباهت لكن أنا أقول لك أنه كان في فترات سابقة توأمات كثيرة مع بلديات برا وكان في تعاون على كثير مستويات مش بس على مستويات الكوارث والأزمات على مستويات كثيرة وحتى كان في زملاء من عندها نسافروا على بلديات في المغرب على بلديات في أوروبا على بلديات في الخليج ولكن طبعا من 2013 وجاي صار في يعني موضوع السفر صار صعب وموضوع التعاون صار كثير صعب فحاليا هي في مرحلة الجمود والخمول خلينا نقول ما في الآن توأمات فاعلة حقيقة طيب يعني أنا والله ساعدت جدا بالحديث معاكم وأنا يعني أتمنى صدقا أنه كل اللي بنحكي هذا يتحول إلى ثقافة مش عامة لأنه اللي بنحكي مش ثقافة عامة يتحول إلى ثقافة علمية وإدارية وحكومية ويتحول لاحقا إلى أنماط عمل بتأدي إلى تجارب ناجحة إن شاء الله في المستقبل أعتذر موضوع الهشاشة يمكن انسألت عنه عدة مرات الهشاشة أنا عرفتها قبل يعني أو تعرفت في اللقاء سابق مستوى من الضعف حالة من الضعف مرتبطة بحادث معين مرتبطة بوضع معين تمام بتتفاقم وبتتواعف أكثر عندما يصير كارثة ما يعني بديش أنا أحصر الهشاشة في تعريف معين الزملاء في العلوم الإنسانية بيعرفوها شيء إحنا في المجال الهندسي والإدارة بنعرفها قد بطريقة يمكن تختلف شوية بارك الله فيكم ونلتقي إن شاء الله في لقاءات قادمة وتحياتي لكم جميعا وربنا يسلمنا يعني جميعا إحنا وانتم في ظل هذه الجائحة وأتمنى من الله أنه يرفعها عنا قريبا ترجمة نانسي قنقر شكرا